اشتركوا في القناة 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 بشأن اصابة الطفل ريان اصابات بلية غير صحيحة اذكركم مرة اخرى ان المسؤول في فريق او عضو لجنة انقاذ الطفل ريان عبدالهدي الثمراني تحدث حديث واضح وصريح انهم لم يصلوا الى ريان بعد هناك ما يقرب من 70 الى 80 سنتيمتر فقط لغير في المستوى الافقي يقول الرجل ان هذه المسافة الضئيلة جدا مع طبيعة التربة الهشة في هذه المنطقة تحتاج الكثير من الحساسية ومن الاحترافية حتى لا يحدث لا قدر الله اي انهيار في هذه النقطة وقال ايضا ان يجب ان تأخذوا كل المعلومات عن طريقنا وعلى ما يبدو ان هناك بعض وسائل الاعلام تتسرع فيما يخص ان الفريق الطبي وصل بالفعل الى ريان 70 الى 80 سنتيمتر فقط لغير هي ما تفصل فريق الانقاذ او فرق الانقاذ عن ريان تستدعي كما قال عضو لجنة انقاذ الطفل ريان الى قدر كبير من الحساسية والعمل بدقة شديدة واحترافية حتى لا يحدث اي انهيارة مرة اخرى الانباء بشأن اصابة ريان اصابات بليغة غير صحيحة وقال ايضا اننا لم نصل الى ريان بعد وعودة الى الصحفية حمزة الوهابي مرة اخرى حمزة لعلك استمعت معنا الى افادة عضو لجنة انقاذ الطفل ريان وهو الرجل كان اكثر وضوحا وصراحا لم يصلوا الى ريان بعد على ما يبدو ان هناك بعض السئلة التي تتسرع في نقل الاخبار هل هذا صحيح حمزة من خلال تواجدك في المكان صحيح فعلا هذا مشكل كبير عن الذين في المغرب بخصوص هذا الموضوع تريد من اهم الحاجات التي يمكن ان نقوم بها خلال هذه الفترات الصعبة اكدت لك قبل قريب نفس الكلام الذي تقريبا نفس الكلام الذي قاله مسؤول الترابي وراء مسؤول يعني اللجنة اليقادة اكدت لك بأن يعني الوقاية المدينية لا نعلم لحد الساعة هل تم الوصول الى الطفل ولا نعلم كذلك الوضع الصحي لحد الساعة يعني هذه الأمور كلها صراحة التي تجرى لحد الساعة ليس هناك جديد خصوص الوضع الصحي للتريط بالنسبة ما قلت بخصوص الأخبار والشائعات أنا لدي تحفظ كبير بخصوص ما يتم يعني يعني نشره بالعديد من المواقع الإلكترونية على المباشر هناك بعض المرات هناك مبالغات خصوص يعني الوضع الصحي أو الحالة التي يمر أو وصول يعني الفرق الإنقاذ إلى ريال وإنفعافه ما تجده هو الدخول يعني الفرق الإنقاذ والذي أكدته قبل قليل حمزة اقتراب بعض الفرق الطبية من النفق الذي يؤدي إلى تواجد ريال هو ما يعني على الأقل جعل البعض يتوقع أن الأمور وصلت إلى نهايتها وأن إدخال فرق الطبية لعله يشه بأن المسألة وصلت إلى النهاية وعلى وشك إخراج ريال ألا هذا صحيح نعم هذا صحيح وصول الإسعاف وفرق الطبية إلى القرب من الحفرة رزح للكثير بأن الإمكانية قرب أولا أو وصول الفرق الطبية إلى التفريان لكن هذا وضع له حد هذا المسؤول الذي خرج قبل قليل بتصريح ينفي وصول الفرق الإنقاذ إلى التفريان إلى غاية هذه الساعة لم يؤكد أي شيء بخصوص الوضع الصحي سألته صحفية بخصوص الوضع الصحي هل هو حي أو مي لم يجيب ولم يرطي أي شيء دقيق خصوص الوضع الصحي قال أن ندعو له أن يخرج سالم المعافى ولم يتحدث إطلاقا عن وضع الصحي حمزة اسمح لي أن أعيد مرة أخرى لأهمية هذه الأخبار والتي أتتنا عن طريق سيد عبدالهادي التمراني عضو لجنة إنقاذ الطفل رايان والذي شاهدناه قبل قليل على الجزيرة مباشر قال أن المسافة التي تفصل بين فريق الإنقاذ أو فرق الإنقاذ وريان هي فقط ما يقرب من 70 إلى 80 سنتيمتر فقط لكنها مسافة حساسة جدا والموقع حساس بالنسبة لطبيعة التربة الهشة في هذه النقطة ما يستدعي عمل بقيق واحترافي والتعامل بحساسية شديدة هكذا قال نصا حتى لا تحدث أو لا يحدث أي انهيار في هذه النقطة وقال أيضا ليست هناك أي معلومات بخصوص الجروح لدى ريان ليس لدى الرجل أي معلومات أو لدى السلطات المغربية حتى هذه اللحظة أي معلومات بشأن صحة ريان أو أنه أصيب بإصابات بليغة قال أنه لم تصلنا أي معلومات في هذا السيار الرجل قال أنني لا أستطيع أن أحدد وقت معين للوصول إلى ريان وانتهاء مسألة الإنقاذ بشكل نهائي لكن قال أنني معكم في المكان سأبلغكم لحظة بلحظة كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين قال سأبلغكم لحظة بلحظة وبدقة بمستجدات الوضع لكن هم من ذلك كما ذكرنا قال أننا لم نصل إلى ريان بعد لم نصل إلى الطفل ريان بعد ولعل اقتراب بعض الفرق الطبية وعربة إسعاف من فتحة النفق الذي نشاهده الآن ونسلط عليه أو كما تأتينا على الهواء مباشرة هو ما أو حال البعض أن عملية الإنقاذ على وشق الانتهاء وهو على ما يبدو ما نفى المسؤول أو عضو لجنة إنقاذ الطفل ريان بشأن هذه التطورات فيما يخص سيد حمزة أعود إليك مرة أخرى حمزة الوهابي كان قيل أيضا أن هناك الآن في الموقع طائرة مروحية تابعة لطبية ستنقل ريان إلى أحد المستشفيات بعد الانتهاء من إخراجه هل هذه المعلومة صحيحة لديك تأكيد أن في فيها حمزة أم لا نعم حسب المصادر مطلقة أقول بأن مروحية تلعب عن المكان على بوضع كلمترات تقريبا 8 أو 8 كلمترات تقريبا بعيدة عن المكان لأن المكان يصعد أن تقف هناك أو تحط مروحية سيتم بعد إخراج طفل ريان سيتم نقله عبر سيارة تسعات من مكان الحادث وتنقله إلى غاية خروجه إلى المروحية هناك ترجح أن لا يتم نقله بالمروحية ورغم توفرها بسبب الحالة التي يمكن أن يكون عليها طفل ريان حالة خروجه هناك ترجح تذلك أن يتم نقله عبر السيارة تسعات فقط سأثقل عليك وسأبقي معي لبعض الوقت معي الآن عبر الهاتف من الرباط سيد أحمد شلون أستاذ الجيولوجيا بجامعة محمد الخامس سيد أحمد وحييك لعلك استمعت إلى المسؤول في لجنة إنقاذ طفل ريان وقال أمن على بعد 70 إلى 80 سنت فقط هي ما تفصلهم عن ريان لكن طبيعة التربة تجعل العمل يجب أن يتم بحساسية شديدة هل لك أن تفسر لنا الأمر يعني على الأقل من الناحية العلمية وطبيعة التربة في هذه المنطقة تفضل السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسلام بمستمعي جزيرة جزيرة على كل حال هذه منطقة منطقة جبل ريف هي منطقة تبعى لسلسلة جبل ريف وهي سلسلة فتية فيها عدة أنواع من الصخور وهي تابتة ولكن كذلك صخور حشة مفتتة والتي نرى في الصورة التي تنقل إلينا عبر الشاشة التلفازة هناك تربة حمراء اللون التي توجد في العلو وهناك تربة ولا صخور سوداء تحتها تلك الصخور والتربة الحمراء اللون هذي هشة جدا لحيث يمكننا تنهار ولا تنجرب في أي وقت والصخور للسوداء التي تحتها هي صلبة نوعا ما ويمكن أن نقول بأنها استابلة ولكن ما تنسى أن هذه سلسلة الجبار هي دائما تحت ضغط كبير تقارب القرات القرات الأفريقية والقرات الأوروبية وهذا الضغط يولد انكسارات في التربة في الصخور وهذه انكسارات تجعل التربة والصخور غير قر وهذا تربة السوداء التي نراها والتي فيها الخطر هي ليست تربة إنما هي صخور ولكن كثيرة الكسار وفيها طبقات لها الشيست وكانت طبقات لها صلبة جداً واللي يجعل هذا الحفر فيها صعيب لو كان كلها شيست يمكن هذا يحفره بشهولة واللي يجعل طبقة التي ندي الكوارت جداً هذا صعيب وهذا ما يفسر دكتور يعني الوقت الذي مر حتى هذه اللحظة خمسة أيام لأن البعض يقول أن هذه مدة طويلة فيما يخص الحفر لكن على ما يبدو أن هذا طبيعي مع نوعية التربة التي يتم التعامل معها طبيعي جداً وخصوصاً بأن المسؤولين الذين أشرفوا على هذه الحفراء فهي حفراء طويلة وفقية ومشي عمودية هي مائلة ومشي وصلوا ومشي وصلوا لذيك العمق دي الـ 3 متر وكخصهم بعده واحد عشرات الأمطار وكخصهم ذيك هذا العشرات الأمطار كله كخصهم يحيدوها كخصهم يزولوها باش يمكن يوصلون تما أو ثانياً كخصهم واحد تدقيق كثير التدقيق مشي وصلون النقطة ضبط فين فيها التفريان وهذا مجهود كبير اللي كاملوه المهندسين التوبغرافيين ما يجلون بخال لأن باش كي يمكن توصو ذلك هذا ليس سهل ودول الناس يشوفوا الحفرة يتحولون بأن نرى ذلك شي سهل أولا كخص الإنجاز باش تعرف شحال كخص الهيولادية لذيك الحفرة باش يتطلب الوقت هل كان من المستحيل طبعا كما قيل الدخول بشكل رأسي من فوهة الحفرة أو البئر التي وقع من خلالها رايان لا يمكن لأن هذه الحفرة القطرة التي تحصل 40 50 سنتين بعد ما يمكن حاول يدخل القامة قصيرة وصغيرة ومقدر لأن الحفرة ضيقة بزر وأنا كم دون هذا الذي عمل الناس هذه السلطات وهذه التوبغرافي أنا منسبة لي هذه طريقة زيانة عملها وماذا نفض الكروم زيان وذلك شي هذي أمل لهم أحب لهم زيان أحسن حاجة هي هذه لا يمكن أن يعملوا حفرة أفقية ويطلبوا الوقت أكثر ولا يمكن أن يستعمل المتفجرات المهم هذه طريقة سليمة هل بالفعل هناك مياه جوفية تحيط بهذا البئر وهذه الحفرة دكتور لا يظن شي بأنها تمامية جوفية لأن هذه طبيعة التربة هي الشيست الشيست هم متحوين دكتور يقول هذا صلب وهذه الشيست الأغربية الجيورية كلهم يقول أنه لا يكون فيها الماء إلا إذا كان انكسار طال حتى السطح ويمكن يسترم الماء ويتباع الانكسار أما هذه التربة كليشيس تكون دائما تكون شح ما فيها شي ما فيها شي ما لا دكتور الفارق الآن فقط 70 سنت متر لكي يتم الوصول إلى رايها في هذه الحالة مع طبيعة التربة التي قمت بشرحها الآن دكتور ما طبيعة الأدوات التي يتم استخدامها لانتهاء من 70 سنت متر هذه المعاون ممكن لاستخدام شي أخرى وإذا كان التربة التي تكون هشي ستكون نسبيا سهلة ولكن يقول لك في هذه الصخور هذه تكون بعد مرة طبقات كوارتليتك كوارتليتك هي صلبة جدا صلبة جدا للمعوال التي يتهرس فيها تخط مخطوب أو أعزائك ولكن لا لا نظن لأن تخط الحكرة لا تزعز لأن حفر شديد يمكن دقاش النهيار داخل الحفرة وداخل اللي فيها الولاد ريان لا يحب في الأوقات الطبيعية التي لا تكون فيها مسألة إنقاذ حفرة بهذا الشكل وهذا العمل الذي تم إنجازه كم يستغرق في وقت طبيعي يا دكتور حفرة الحفرة الآضار الذي يكون بسيطة ميكانيكية لا يقوم بزاف ولكن في الساعة التي يحفرون عندهم الآلة لهم يحفرون لا يوجد شيء من داخل الذي يمكن إيدي وما يحفر الآض يمكن أن يبشي ميت أو الأمطال في النهار ولكن التاسع لدي الـ 40-50 سنطن لا يطلب الموقف الزاق الحف العادي العادي للآضار دكتور أتمنى أن تبقى معي وطبعا أشكرك على الجزء الخاص بالمعلمات السادقة لكن ينضم إلينا الآن عبر هاتف من شفشان السيد عماد فهني وهو متطوع بفريق إنقاذ طفل ريان أو كان متطوع في بداية أعمال الإنقاذ أخي عماد أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر وأتمنى أن تحكي لنا تجربتك في البداية وتطوعك لمحاولة إنقاذ ريان كيف كانت تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كما قامت جمعي رياضات جبلية والبيئة وتطوع لمحاولة النزول لإنقاذ كاف ريان المحاولة الأولى كانت صعبة لأن التقنية مستخدمة والوسائل لم تكن مناسبة بكثة للحفرة التي تتسع قطرها إلى 35 سنتيم أعمال هل أنت معي يبدو أنه انقطع التواصل بيني وبين أعمال فهمي أحد المتطوعين بفريق إنقاذ لطف ريان خصوصا في بداية هذه العملية المعقدة لإنقاذ ريان والذي يقضع في هذه الحفرة منذ عصر الثلاثاء الماضي خمسة أيام ما تبقى على الوصول إلى ريان وفقا لأحد المسؤولين بلجنة الإنقاذ هو فقط ما يقرب من 70 إلى 80 سنتيمتر من الممكن أن تكون حتى أقل من ذلك خلال البقاءة الماضية لكن على ما يبدو أنها تحتاج إلى الكثير من العمل بحسسية شديدة واحترافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبة عودة للصحف الحمزة بمرة الأخرى حمزة لديك أي جديد في موقع الحدث خلال الدقائق الواضحة حد الساعة هناك يعني 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 يدور وما صرحوا به بؤقرة يعني مسؤول ما تقرأت من اسم اللجنة لذا هناك جديد يعني أشغال يعني ما زالت يعني يعني قائمة هناك تخوف كذلك من جيرات التربة والأمر الذي يحتم على سلطة النحلية والأمن على تأمين وإبعاد المواطنين المقتربين من المكان الحاديث وإبعاد هم لأقصى المساة وممكن لكي لا يشكل أي خطر لا على على فريان وفرق الإنقاذ ولا أبوثهم كذلك يعني هذا الأمر يجب يتم ويأخذ بعين الاعتبار لأن هناك خطورة كبيرة إذا ما تمت يعني أو ما تمت جراف بسيب للتربة دكتور أحمد شلون أستاذ جولوجيا الجامعة محمد الخامس هل من الممكن من ناحية العلمية أن نتوقع وقت ما حتى تنتهي هذه عمليات الإنقاذ ونحن لدينا معلومة هنا بنتحدث عن سبعين سنتيمتر فقط لغير للوصول إلى ريال إلى ريال دكتور أحمد هل لك أن ترفع من صوتك قليلا حتى نستطيع الاستماع إليك بوضوح سلام عليكم أحمد سلام عليكم هل هي الشيف بتكسين اللي هو متحوين نعم الحط بيهدو تاني ولكن كل تلك تلك طبقات اللي تجهد داخل الشيف تتكون بيلك وقت هذي وقت صال جدا محوالك 70 سامتين هذه مأنا غدي حفرها بالمعوال كم ضمن بالمعوال يمكن أن يستعمل ألف أخرين تخصوه بشيء بلتيه أحسن غير شوية بحيث حتى لا ينهار أسفل هذا البيع وريان معه شكرا جزيلا يمكن أن يكون في أحسن الأحوال يمكن أن يساعد المجانا يمكن أن يوصله طلب الله يكون ساعد المجانا ولكن يمكن أن يكون شيء فخرة طلبة جدا نتمنى شكرا جزيلا بسرعة أستاذ الجيولوجيا بجمع الحمد كلتماعي عبر الهاتف وعاد إلينا عماد بهمي وهو أحد الذين تطوعوا في بداية العملية لإنقاذ ريال عماد في البداية أنا أريد أن أسألك عن طبيعة عمل ما هي أنا في الحقيقة حاليا طالب باحث في سلك المستر ومتطوع في جمعية شفشون للريضة الجبلية والبيئة والإنقاذ الجبالي الله يبارك فيك طيب نعود إلى محاولتك المحاولة لإنقاذ ريال يعني تفضل أكمل ما بدأت وفارق الإنقاذ حقوقنا باستبدال التقنية والوسائل استطعت النزول إلى مسافة 28 متر وجدت صعوبة في العبوض لأن المسافة كانت طيقة وتدق كل ما تقدمنا وتوغلنا داخل الحفرة حين الوصول إلى مسافة 18 متر أصبح قطر الحفرة 20 صنف متر يعني استحيل أن يمر أحد وحتى لو كان طفلا حاولت تسيع الحفرة ببعض التقنيات والحفر ولكن لم أستطع تحددت مع الطفل الطفل كان حيا وكانت إجابا من قبل الطفل عندما كنت حاول حفر الحفرة قمت باستعيل لك كمية الأكسجين متوفرة وبدأت أشعر بإحالة إقماء متقبعة حدثت مع الزملاء عبر الجهاز اللاسلكي أخبرتهم أن الوضعية خطيرة وليس صعب وأخاف أن أقوم بردم الحفرة على الطفل لذلك رطيتم الإشارة بسحبه إلى الأعلى يعني أنت نزلت حتى مسافة 28 متر عماد ولم تستطع أن تستكمل بعد ذلك يعني كان فاضل حوالي أربعة أمطار فقط لغير أو أكثر نعم أربعة أمطار بيني وبين الطفل وتحدثت معه عماد نعم تحدثت معه ونبيته بإسمه وكانت من لك استجابة كيف كان صوته عماد أنين الطفل يبكي بأسخ من الآلم داخل حفره متى تحديدا كنت بهذا الأمر حوالي الساعة نظن كانت الحادي عشر مساء إلى منتصف الليل يوم اليوم الثاني مباشرة بعد السقطة في البيئة يوم الأربعاء تقصد نعم يوم الأربعاء منتصف الليل أنت نزلت تطوعت مع مجموعة من المتطوعين ونزلت حتى مسافة 28 متر لكنك لم تستطع أن تكمل بعد ذلك نعم هذه شجاعة منك عماد الحقيقة تحسب لك أنت من أهل المنطقة كيف الحال لديكم الآن كيف هي الحالة الآن خصوصا أن هناك أحاديث على أن هناك أطقم طبية دخلت بالفعل وأنهم على وشك الإتيان برايان هل لديك معلومات؟ حالياً سيارة إسعاف جاهزة تنتظر وترتقب طائرة مروحية تنتظر لإسعاف الطفل الطواقم الطبية لأهو بالتسعداد عمال إن قد يواصلون العمل رغم حساسية الموقف الآن نظراً لأن طبيعة التربة كما سبق وذكر الأستاذ طبيعتها صعبة وصعب الحفظ يتم الحفظ الآن بيدوياً لتفادي وقوع أي كارثة لا قدر الله طيب عماد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في مدينتكم أم تكررت هذه الحادثة قبل ذلك في المغرب لا أظن أنني سمعت أنه قد حدثت مثل هذا الأمر أول مرة في تاريخ المغرب أن سقطت في البئر تكررت ولكن في البئر العادي الذي قطره مترين ثلاثة أمطار لكن البئر في قطره 75 سمت متر يعني حفرة مائية فهذه أول مرة نعم نعم أنا بشكرك عماد الحقيقة مرة أخرى أنا بحييك على شجاعتك وعلى التجربة التي تنتبه جزيلاً نعم عماد فهمي أحد المتطوعي الذي حاول النزول إلى البئر بنفسه ولكنه لم يستطع الوصول إلى ريان فقط وصل إلى 28 متراً كان هناك فقط أربعة أمطار لكن ضاقت البئر بما لم يستطع أن يمر منه إنسان بشكل طبيعي عودة مرة أخرى إلى مشاركتكم مشاهدين الكرام عبر الأرقاف الظاهرة على شاشتنا الآن ومعي الأخ بيلسان وهو من فلسطين أحييك آخر كريم تفضل بما لكم أنا اسمي بيلسان عطا منصور كفلة للصينية من مخيم الجليل في لبنان إسالتنا بأننا متضامنون مع السفر ريان وأدعو الله أن يخرج ريان سالماً إلى حضن عائلته لم يزال ريان ينزل رحمة وقلوب الناس يخشاها الفزع عالقاً في البئر أياماً وما خبر الإنقاذ من تحت طلع وله أم تعاني حزنة نزيها يا رب من هذا الوجه يا الله أسألك بواسع رحمتك ورصت أن تمر قلب أم ريان وقلوبنا بسرور عود معافا اللهم آمين وكما أشكر لطريق الإنقاذ ولطريق السبب على جهودهم ولقناة الجزيرة الحرة التي تحتم بقضايا الأمة وشكراً لكم لا تذهب أنا أريد أن أتحدث معك أكثر قل لي عندك كم سنة الحقيقة لم أسمعتش في بداية المقدمة أنت عندك كم سنة؟ أنا عمري 11 سنة ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك أنت قلت لي أنت من مخيم الجليل في لبنان فلسطين كيف تابعت ما يحدث لي ريان في المغرب؟ هل تتابعه عبر شاشة؟ أنا بنات أنا آسف أنا آسف يا بيلسان أنا ما الصوت شوية للحياة ما كانتش واضح أنت تابعتي اللي بيحدث عبر شاشتنا عبر الجزيرة مباشرة ولا كنت بتشوفي عبر قنوات أخرى؟ بيلسان بيلسان أنت معايا؟ نحن قطعت الاتصال مع بيلسان طفلة من مخيم الجليل في لبنان الله يبارك فيها وتقبل دعائها لريان أعتقد معي متصل آخر الأخ لطفي من تونس أستاذ لطفي أهلا بك معنا تفضل بما تريد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أخي الطفلة فلسطينية أبكتني نعم القيد السين أنا سمعك أخ لطفي صحيح ومؤثرة للحقيقة للغاية تفضل أخ لطفي مؤثرة جدا 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 مؤثرة جدا جدا بارك الله فيها بارك الله فيها بارك الله فيها أحب أقول قلبنا الكل على ريان عنا طوى أيامات وإحنا متعاطفين مع أيام طعى ريان وقلبنا كل عليه ونبكي ولي وربي إن شاء الله يا ربي يا ربي كما خرجت سيدنا يوسف من البعر تخرج من تحت الأرض وكما خرجت سيدنا يوسف من بطن الحوت تخرج من تحت الأرض اللهم أعلم وتبالك أنا أمه وأبوه والله لا يفجحهم وإن شاء الله يخرج حي سالم وإن شاء الله يا ربي وأنا أمني أنا ونعرف الجهودات اللي يقوموا بها الإنقاذ والأمنيين والصعوبات اللي يتلقوها في أي تدخل معروفة ذي في أي تدخل الإنقاذ والأمن يجد صعوبة صعوبة كبيرة كبيرة هجدا ونرجو من الله يعاونهم وإن شاء الله يخرجنا حي سالم يا ربي بجاه الليلة وبجاه شهر الجب بجاه يخرجنا حي سالم وليب ساريه اللهم أمين يا رب اللهم أمين أشكرك أمين يا رب العالمين أمين بل دربي عندي الدوش يتحب تتكلم سريعنا يا خلطف لو تفضل هاي سريعنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل والله يا أخي العزيز أنا زد أم ريان عندي ابني ريان سأله ربي يحفظهم جميعا كل ما يقولوا أم ريان ولا أبو ريان صدقني قلبي يتقطع وإن شاء الله ربي يحفظه وإن شاء الله ربي يخرجه سالم يا ربي وإن شاء الله الله لا يفجعنا عليه وإن شاء الله ربي إبارك الأمين ويصبرها إن شاء الله ربي يصبر عائلته إحساس صعب شعور صعب على كل أم إن هي لو ما كان أم ريان ربنا يعافي الجميع صعب يوصف يمكن حتى أصعب من لحظة الولادة والله العظيم يمكن أصعب حتى من لحظة الولادة خطر إنسان بعيد عليك ما تعرفش شنوه أحسن ما تعرفش شنوه قاعد يحس هل هو يتألم هل هو ينام ولا ليه شبعان ولا جعان صراحة حاجة صعيبة صعيبة مرة 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 برشا برشا أنت بتتبعي الحادثة من إمتى يوم ريان من يوم الأربعة من يوم الأربعة وإحنا مجندين قدام التلفزة وإحساسي صعيب صعيب كنون لما نشوف ابني ماشي جاي معتها قدامي هو اسمه ريان صدقني نبدأ نتخيل فيه في الظلمة نبقي ذيق حتى ننتظري ذيق ونحس نفسي متقلقة برشا كاني أنا معه فيصل حفرة والله العظيم والله أحساس ما نجمش نصفه لك من أعرفش نعم نعم دعواتك ربي نجيه يا ربي تنجيه يا ربي تحظ وتنجيه يا ربي وإن شاء الله مجهودية جماعة الإنقاذ والناس اللي مجندة والناس اللي متعاطفة والعربي كل ربي إن شاء الله ما يحتراجعنا وإن شاء الله ربي ياخذ بدعانا وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يكرمنا فيه يا ربي يا ربي تنجيه وتنجي جميع أطفال العالم العربي من كل الدول العربية من تلسطين ويمن وعمان وليبيا وكل كل الشعب اللي فيها أطفال تعاني إن شاء الله ربي ينصرهم ورب ياخذ بيدهم إن شاء الله اللهم أمين اللهم أمين يا أختي ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظك أولا الله يبارك لك شكرا يا أختي الكريمة شكرا ربنا يبارك فيك في العيت الله معي من إسبانيا الأخ محمد أستاذ محمد أهلا بك معنا تفضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد تفضل في البداية نشكر قناة الجزيرة مباشرة على التوقيع الدائمة لأحداث الأمة العربية جمعاء وبالنسبة لإبن ديال إلينا ريان وبهذه المناسبة أشكر تعاطف دول الدول العربية جمعاء من العربية السعودية قطر يمن جزائر تونس مثل جميع الدول العربية بالنسبة للمداخل الذي يلي سترتكز حول المنتقفين أو المنتقبين بين قسين الذين يجلسون على كرة المقاهي يحتسون الشاي والقهوة وينتقدون لأن هؤلاء الأطقم بجميع تلا المنتقبين منهم الوقاية المدنية ورجال برك الملكي والعامل الإقليم والوالي جميعهم مجندين يربطون الليلة بالنهار من أجل إنقاذ إبننا ريان في الحقيقة ليسوا في فنادق خمسة نجوم هم في الجبال وعرة المسالك وكذلك في طقس بارد ونحن نعرف أننا في فصل الشتاء لهذا لا يجب أن نبخس لهؤلاء الجبال خصفا أن المغرب يمر أول مرة تكون لديه الحادثة مثل هذه ولقد مرت نفس الحادثة بجمعة من الدول الأوروبية كإسبانيا مثلا التي أقتنوا فيها والكل يعلم أن مرت 13 يوما لإنقاذ الطفل ووجدوه ميتا للأسف الشديد بانتقاد أيضا الأخ وأشكركم على هذه المجهودات الجبارة لما يعرف عندنا في المغرب أو في العالم العربي أو في العالم بأسره بالصحفة الصفراء أو ما يعرف بقناة اليوتيوب التي تثوق أكاذيب من أجل المشاهدات فأقول لهم اتقوا الله لأنه هذه حياة طفل ومشاعر المواطنين من الوطن العربي والمغربي كذلك أن ينقلوا الأخبار كما هي من المواطق الفحيحة وأن يحترموا مشاعر الآخرين وشكرا جزيلا لكم جميعا وعلى التغطية الشاملة وأجدد الشكر لجميع الأمة العربية على تضامنها وشكرا جزيلا لكم وأنا أخي بشكرك شكرا جزيلا أخ محمد كان معي عبر الهاتف من إسبانيا وما زلنا معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة لمحاولات إنقاذ الطفل ريان والذي سقط في بئر منذ يوم أو عصر ثلاثة الماضي خمسة يام مرت على تواجده في هذا المكان فرق الإنقاذ على بعض فقط أقل من 70 إلى 80 سنتيمتر فقط لا غير كما قال عبدالهادي التمراني عضو لجنة إنقاذ الطفل ريان لكن يعني للأسف الشديد هذه المرحلة تحتاج إلى قدر كبير من الاحترافية والحساسية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباء الرجل قال أننا لا نستطيع أن نحدد موعد الانتهاء من عملية الإنقاذ هناك فرق طبية وصلت إلى المكان بالفعل مستعدة في أي لحظة للتعامل مع ريان حال إخراجه من البئر وكما ترون على شاشتنا هذا الخبر العاجل فرق الانقاذ تدخل النفق لإخراج الطفل ريان من بئر سقط فيها في محيط مدينة شفشوان المغربية ونزل الظلام وحل الليل مرة أخرى في أقليم شفشوان للمرة الخامسة على التوالي منذ سقوط الطفل ريان الأمل كبير أن تكون عملية الإنقاذ على وشك الانتهاء الملايين للحقيقة من المحيط إلى الخليج يتابعون معنا منذ أن بدأنا هذه التغطية الملايين يتابعون هذه الحادثة حالة تعاطف ضخمة جدا في العالم العربي وفي جزء كبير من العالم بشكل عام عودة لاتصالات حضرتكم مرة أخرى معي الأستاذ مليكا من الدنمارك أستاذ مليكا أهلا بك معنا وتفضلي برأيك أهلا السلام عليكم السيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واختك كلمة فضل كان عيش في حالة رب لدينا وشكرا كبير للجزيرة وكانت مننا وان شاء الله يارب في أقرب وقت أنه يخرج وكان نحي وقعد الناس اللي وقفت معنا الشعب الجزائري اللي الحمد لله برغم المشاكين السياسية مواما من سندنا كان نحي وقعد الفلسطينيين أنا عايزة في دليمارك فلسطينيين كثير يتولوني ويكسبوني ويكلبون مع رايا إن شاء الله يكون على خير وبي خير ويخرج إن شاء الله وربي يردوا الوليدي وردونينا ويفرحنا كاملين وتكرم كدير الجالية كاملة الحمد لله لها قديد رايا وحدة العرب ووحدة المسلمين كاملين وكنت مننا ويا ربي يا ربي يخرج على خير كانت مننا وكانت مننا وكانت مننا وربي فرحنا وكلها دعواتنا وصلواتنا كلها مع رايان يا ربي يا ربي يخرج على خير يا ربي وشكرا للسلطات المغربية لقيمة بواحد مجهود كبير كانت تاخروا بألنا مغاربة الحمد لله يا ربي كانت تاخروا بألنا مغاربة الحمد لله وقيمين بكل مجهوداتهم كان الحمد لله مستخرين بهم وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله جودتكم كلها تسمى على خير إن شاء الله يا ربي وخرج رايان على خير وبساة والدي صغير ما كيعرفش هدرب العربية بغي يقول لغي كلمة صغيرة وشين كله أوكي يلا أدم هك هدر هدر مر السلام عليكم السلام عليكم هدر بإنجل هاي هاي I hope رايان gets out soon I feel like he's like a brother to me and I just hope he's okay شكرا شكرا لكم شكرا شكرا كتير لكم شكرا شكرا كبير لكم شكرا شكرا أختي مليك وشكرا لأدم اللي يعني تمنى الخروج السريع لريان وهو يعتبره مثل أخي شكرا يا أدم معي من النرويج فارس أخ فارس أهلا بك معنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي تفضل والله أنا الطفل أولا أنا الطفل ويعني متأثر جدا ومتعاطف جدا هذا الطفل البريء هذا الملاك ريان أنا بالمناسبة ابن أخوي اسمه ريان الله يحر أنا فلسطيني ومغربي وتونسي وجزائري وجزائري ومصري وأنا عربي وأقول اليوم عبر قناتكم أنه هذا الطفل جمع الأمة في هالحال أنه نحن الشعوب يا أخي العزيز نحن الشعوب العربية والله العلي العظيم أننا دم واحد وريان اليوم أعطانا اليوم سبح لنا عبر قناتكم أنه نحن لا في خلاف بيننا إطلاقا فوالله نحن ندعي ندعو لأخونا لأبننا ريان ونقول للحكامنا أرجوكم عندما تعقدوا كمة العربية أرجوكم أن تسمعوا إلينا إلى شعوبكم في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان فأنا فارس حمودة من فلسطين من يافا وأقول لهم للجميع يا أخواني في المغرب أنتم دمي والله العلي العظيم يا أخي العزيز هل تسمعني؟ أسمعك يا أخ فارس فضل أكمل يا أخي العزيز والله نفسي أطير أطير للإخوة في المغرب وأقف معهم وأضحتي نفسي وأروحي من أجل الطفل ريان هذا الطفل هذا الطفل الملاك أنا أدعو له والله أبكوني بعض المتصلين الأخي بيسان الطفلة يا أخي العزيز الأخوة المصريين نحن كلنا شعب واحد دم واحد فهل حان السؤال هل حان الوقت أن يسمعوا لنا جميع حكامنا كما يسمعوا لنا الحكام الأوروبيين في يسمعوا لشعوبهم يا أخي العزيز هذا الطفل ريان جمع الأمة جمع الإخوة جمع الدم العرب الواحد المسلم الإسلام الواحد وحتى إخواننا المسيحيين الأبطال الذين اتصلوا بكم في هذه القناة الكريمة ويا أخي العزيز والله العلي العظيم إني والله إني والله يعني منتظر لحظة بلحظة ثانية بثانية كما أباه اللي بفكر فيه أنا والله أنا أتصل أول مرة معكم وأشارك ولكن اليوم بقول لأخواني اسمح لي أخي أنا والله انتظرت اتصلت كثير حتى طيب ما رأيك يعني سريعا حتى معنا الاختصارة من الدوحة منتظرة منذ فترة طويلة أكمل سريعا يا أخي فارس خطر أنا سريعا أقول لك أشكر أشكركم جميعا رسالة إخواني من مغاربة أقول لكم نحن دم واحد ما في مغربي ولا فلسطين ولا الجزار ولا مصري ولا مورتاني نحن دم عربي واحد وريان هو وحدنا شكرا لك أخي شكرا أخي فارس ربنا يبارك فيك مشاعر طيبة فارس كان معنا من النرويج ومعي الاختصارة من الدوحة صار أهلا بك معنا تفضلي أهلا بك أخي الكريم أهلا بك تفضلي أخي أنا مغربية مقيمة بدولة قطر أنا ببعث كل المواساة لعائلة طفل ريان اللي هو هذا الطفل دخل البيوت والقلوب وأحنا هلأ في ساعات ترقب بانتظار الخبر السعيد إن شاء الله بنجاة هذا الطفل وكذلك حاب أقول شيء واحد إنه أفتخر بانتمائي للمملكة المغربية الشريف أني عملت هذا المجهود الجبار لإنقاذ هذا الطفل تمام وشكرا كذلك وشكرا كذلك لقناة الجزيرة على هذا البتل المباشر لتقريب الصورة للمشاهدين ودعواتنا بنجاة هذا الطفل شكرا كذلك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ودعواتكم لطفل ريان بنجاة بإذن الله شكرا لكم أهلا أهلا وسهلا أهلا بك بالطبع نريد أن نقف معك من خلال وجوده في المغرب على آخر الأخبار القنوات الرسمية ماذا تقول الآن بشأن إنقاذ ريان تفضل قضية إنقاذ طفل ريان إلى حدود الساعة كان هناك تطريح للمكلف بالتواصل من لجنة إنقاذ الطفل عبدالهادي السمراني الذي حاول أن ينفي مجموعة من المغالطات التي تدولتها مجموعة من المواقع ومجموعة من التلفزيونات بشكل واسع من هذه المغالطات هو أنه تمكنت فرق الوقاية المدنية من الوصول إلى طفل ريان وانتشاله وعرضه على مجموعة من الأطباء ويعني طاقا طبي تم تخصيصه يعني اخذ طفل من أجل يعني معاينة الوضع يستحي لريان فهذه كانت مجموعة من الأكاديب والمغالطات تححة عضو لجنة إنقاذ الطفل ريان عبدالهادي السمراني وأكد بالحرف بأن فرق الوقاية المدنية لا تزال في عملية الحفر والمسافة التي تفصل بين وجودها لإزالة الأسربة ولكي تصل إلى حيث يوجد الطفل ريان هي مسافة 80 سنتيمترا وبالتالي فعملية الحفر لا تزال مستمرة وبشكل دقيق ومتأنم لا سيما وقد قدرت بأن لأنه هي آخر مرحلة دقيقة وحاسمة وصعبة كذلك فحفر إزالة يعني حفر 20 سنتيمترا تعادل يعني تتم خلال ساعة من الزمن وبالتالي يقدر يعني حفر 80 سنتيمترا خلال أربع ساعات متتلية من الوقت الحالي هذا آخر ما استجد وأكد بأنه انتشار هذه نعم مرحبا الصوت قد انتشار بعض الأخبار التي على ما يبدو لم تكن دقيقة وصحيحة حتى يعني قمض وضع نقطة على الحروف أحد أعضاء لجنة إنقاذ رايان من أين فأتي يعني هل هذه بعض وسائل الأعلام رسمية أم غير رسمية التي نشر هذه الأخبار غير الضقيق هو الحقيقة موجود يعني يوجد مزموعة لنرمي نعم أشخاص الذين يعني يقومون بتغطية الحدث عبر يعني بس مباشر عبر نشر الأخبار عبر فيديوهات عبر الصور فهؤلاء هم من يتسارعون ويسارعون الزمن يعني يقتسون على أخبار سريعة ويصبحوا لاحقا لأنها أخبار كاببة ومع الأسف السبيل لأن المغاربة والعالم يترقب بسكل يعني على أعطاب كبيرة ومع الأسفل كبير وكل هذه المعلومات يتقل كبير ومع الأسفل أسيا على مال يوجد إشكالي حقيقي الصوت لأنه يتقطع بشكلها أو بأخر فسأعود إليك مرة أخرى من غير أثير من الأسفل الأسفل لكن معي الأستاذ أكرم من الإمارات أخي أكرم أهلا بك معنا وتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أخي جزاكم الله خير ورحمة الجميل خير لأنها تؤدي من الشعب العربي للأمة السلامية وكل العالم وربنا يعني رأى الأخرياء والإبن الأخرياء بسانما لأنه معافا وإن شاء الله يخرح كل العرب ضد المسلمون بعودتي وما قصرت يأخذ ربنا يديكم العابية إن شاء الله وربنا أبتك السلام وفرنا الأخرياء وما قد ربنا ومصنع هناك ربنا نهاية ونهاية ويعيش لإسته ترجمة نانسي قنقر 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 المستعجلات. على وهوبة الاستعداد لنقل الطفل رايان. في هذه المناطق يعني الوعرة. هاد المناطق الصعيبة. اه هاد المناطق صراحة اه صعيب 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 تنقل فيها بالسيارة. اه يعني ما كيش طريق. الحمد لله يتم النقل في وجهي السرعة الى المستشفى العسكري لتلقي العلاجات. ان شاء الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى. نجوج للسيارة الاسعاف اخواني كما ترون. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكن أكد السيد عبدالعادي على أن لا شيء من هذا صحيح وكل ما نشير في مواقع التواصل الاجتماعي هي كذب وإشاءة لا غير نحن كذلك مشاهدينا نعيش أجواء من القرق لأننا كذلك نبحث عن المعلومة كذلك نتلقى نفس الأجوبة نبحث عن المسؤول عن اللجنة التي مكلفة بإنقاذ سيد رايان من أجل إعطائنا المعلومة الصحيحة لأننا نريد أن نعطيه للمشاهدين كل تفاصيل لكن تفاصيل التي تكون صحيحة ودقيقة والتي تكون من مصدر مسؤول ورسمي كما تشاهدون الطاقم الطبي يسجعد الطاقم الطبي اللي قطفها الطفر رايان بالمئر ووالإنعاش يستعد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر يعني يشعر الذين يلعبون على هذا الوطر بأنه وطر خافر وأن لا بد لهذه الأمة أن تجتمع ولا قيد للحب هذا الحب الذي زرعه الدين هذا الحب الذي زرعته الأصالة العربية لا بد أن يعود ولا بد أن يكون هو الفيفل والحاكم إن شاء الله يعني دكتور أنا أتمنى أن تفضل معي قليلاً سأعود إليك لكن فقط سمعي المتصل حتى لا أغيب عنه طويلاً معي الأخصى رباح من المدينة المنظرة أهلاً بك معنا وفضل الأشخاص سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضل الأشخاص أخص رباح يعني الأخصى لا تشكلية الصور لديك فأنا أتمنى أن تعيد الاتصال بنا مرة أخرى لعل الصوت يكون أفضل وعود إلى الدكتور إبراهيم مرة أخرى دكتور هل هذا التعاطف الذي رأيناه تجاه ريان؟ هو تعاطف مع كل ريان في كل بلد عربي أو إسلامي وكل طفل الآن يعرض لضبوط، يعرض لتحجير، يعرض لجوع، للبرز الناس هنا تتعاطف مع كل هؤلاء في صورة ريان؟ يعني هل هذه النظرة صحيحة التي أقولها الآن أم مبالك فيه؟ لا لا لا، لا شك أن ذلك صحيح، فريان إنما هو أيقونة، إنما هو رمض وهو الآن سيصير رمضاً، وسيصير أيقونة لكل طفل عربي ولكل طفل في العالم نحن لا ينبغي أن نقصر الكلام على الله، نحن مع الإنساني الجمعاء إذا كان رسول الله عليه وسلم علمنا أن نتألم بطائر طائر كما نعلم في حديث مجلس وعثمان عندما وجد أطفال صغار سلبوا فراخاً من طائر يحوم في السماء فقال من فجع هذا الصغيرة في ولده؟ فهذا الشعور الذي زرعه بطائر الإنسان فينا إن بغي أن يكون أن نتألم لكل أحد، وأن نتألم لكل المخلوقات سيظل ريان هذا حفظه الله وأخرجه وأسعد أهله سيظل أن يكون تجمع الأمة، وستنبه إلى الآلام والمآثي التي يعيشها الأطفال كما قلتم، الأطفال المهجرون، الأطفال في مناطق النزاعات وليل يكون بحايا للحروب، ولقهول تأورات الانتبار سيكون ريان إن شاء الله، وهذا الأيكونة، وهذا الرمض الذي تجتمع عليه الأمة للنظر والالتفات إلى الأطفال في جميع أنحاء الوطن الإخلامي والعربي ولما في جميع العالم هذه نصة جديرة أيضا، فكرة الأصطاعات مع حالة ريان المغرب وحالة كل ريان في كل بلد آخر، سوريا، راقة، اليمن، وليبيا، أي أن كان كيف تكون وجهة نظرك؟ أعطف ينبغي أن يكون أولا، بالدعاء، أولا، يعني من قرأة الإنسان في نفسه يدعو مع الله عندما يخلو إلى الله عز وجل في خلواته، في لياليه، في قيامه، يدعو الله عز وجل أن يحفظ الأمة في كبارها وفي غارها، أطفال الأمة، وأطفال العالم، هؤلاء الأبرياء، ويكونوا أيضا بالتوعية، أي كل من مقامه الذي أقامه الله فيه، أنتم بالإعلام، العلماء بمجالس العلم، الكتاب، هكذا وعي الناس، لأن هؤلاء الأطفال أمانة في رقابنا نحن الكبار، في رقاب أهل الدعوة، في رقاب أهل التوعية، في رقاب السياسيين، في رقاب كل هؤلاء ينبغي أن تكون التوعية لأن لا نملك مثلا، نحن لن يكون إلا التوعية، قبلها الدعاء كما قلت، ولكن لن يكون إلا التوعية، وأنتم الإعلاميون، بارك الله فيكم، تملكون هذه المناظر لتنبه الناس، وتخبروا الناس بأن هؤلاء الأطفال أبرياء، وأن الله عز وجل سيحاسبنا عليهم، وأن ضمائرنا إن لم نحفظهم ونهتم بهم، لن تفتاح أبداً كيف سيكون ضمير الإنسان الذي يرى قفلاً بريئاً، لا يدله في ما يحدث، لا يعي ما يحدث، فتجده تحت الأنقاض يغمى هنا وهناك، أو يضرب بالقادسات، أو يجوع، أو ذلك القفل الذي لن ننسى تلك الصورة، ذلك القفل الذي هجر، وكما على الشاطئ، ومات متجعاً على بطل، هذه الصورة تتضل، وربما توقظ صورة ريان الآن، وحدة ريان توقظ تلك الصورة التي رأيناها من قد وراءها العالمين قد يفيد ذاكرة، ربما يعني تعوذ كلها صوراً، يعني تخيص أو توقظ هذه القلوب والزمائر التي ربما يعني تحتاج إلى ذيقاء أخيراً دكتور، متى تكون لزوي ريان والده، لوالدته، لأسرته، في هذه اللحظات الصعبة التي فيها مظهر؟ أقول لهم كان الله معكم، أقول لهم إن شاء الله الأمل كبير، ونحن يعني إنما هي لحظات وسيخرج ريان إن شاء الله سالماً، أملنا في الله عز وجل كبير، وأوفيهم وأوفي جميع المستمعين بالدعاء، وخاصة أذكر هنا دعاء، لا أدري كيف الصقر، إتبهت إليه الآن، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعد بن أبي وقاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نحنة ذنون في بطن الحود، فقال كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فإنه لن يدعو به رجل مسلم في شيء قبل ما استجاب الله له، هذا الدعاء الله أن يدعو به ثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه اقتباساً من هذا هو في التنزيج وجد في القرآن الكريم وذنيون الذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فناد في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم هالظالمين، الآن ريان في ظلمات هذا الجب، كما كان يونس، النبي الله يونس في ظلمات ذلك الحود، فما دقال الله عز وجل فإنسجبنا له ونجيناه من الغمب، وكذلك ننجي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أن نجيه، وندعو المجتمعين وندعو أسرة الريان إلى التضرع إلى الله بهذا الدعاء، وتاجر الأدعية، وإنما هذا الدعاء له خصوصية، ونكتشابه بين قصة يونس وقصة هذا الولد الصغير من حيث وجوده في هذه الظلمات، الله عز وجل أن يخرجه منها. شكراً جزيلاً فضيلة الدكتورة بهم آيات ودول أستاذ الشريع الإسلامية ستماعي من المغرب، وصيارة إسعار تقف من النفق الذي يؤدي إلى ريان في انتضار إخراجه من البئر التي سطف فيها حبل خمسة أيام، والاستعدادات قائمة، حتى يتنمي، يعني أتعالي مع حلاء الطبية والصحية، ميريان بعض التراجل، وطلما أن تكون قدر، بإذن الله، ومعي، أعوض الاتصالات المصادر، وشهد مرة الأخرى، معي، معي، من التربون، أهلاً بك، معنا، تفضل، مساء الخير وصباح الخير لجميع شعوب الأرض، انتهت الرسائل الكونية أو الرسائل الربانية بانتهاء نزول الوحي على سيدنا محمد، انتهى زمن الأنبياء، لكن اليوم قصة ريان قد ترجعنا إلى الذكرى أو إلى ذكريات الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين مروا بمحن، سيدنا محمد في الغار، سيدنا يونس في بطن الحوت، سيدنا إبراهيم في النار، جميع الأنبياء والمرسلين، رسالتي اليوم لجميع شعوب الأرض، مسلم، مسيحي، يهودي، بودي، جميع طوائف الأرض، في يوم من الأيام، كان غداً أو بعد غد، لذلك شعوب، ولماذا ما تصنعه آلة الحرب اليوم، ونحن كلنا قلوبنا تتفطر على إريان، لأنه في هذه الحفرة، ونحن كلنا لها، نعم، إلى شعوب الأرض جميعاً، بادروا للسلام، شكراً، شكراً جزيلاً أخي، وكلنا لها، نعم صحيح، شكراً جزيلاً أخي، كنت معي عبر الهاتف من الأردن، ومعي الأخ محمد من ألمانيا، أستاذ محمد أهلاً بك، ما نتفضل بملك، ألمانيا، أستاذ محمد أهلاً بك، كما نتفضل بملك، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي كريم، تفضل في البداية أود وأشكر قناة الجزيرة مباشرة للتغطية المستمرة بهذا الحادث المؤلم، ندعو الله تعالى بأن يخرج لنا إن شاء الله آمين الآن ليس ابن للمغرق قض ريان ابن إلى كل العالم ندعوه بأن يعود ريان إلى حضن أمه ونفرح جميعا بعودته إلى أحضان أهله إذا سمحت لي بكلمة أخي الفاول نعم تفضل يا أخي ليس الريان فقط ابننا نحن نرى ماذا يحدث في العالم من أبناء الشعب اليمني وأبناء الشعب السوري أبناء الشعب الفلسطيني أنا سوداني مقيم في ألمانيا أهلنا في السودان يقتلون لا حياته لمن تنادي نذر الله تعالى بأن يأخذ كل حاكم ظالم ألم يروا أخي محمد أنت معي يبدو أنه لأسف انقطع الاتصال بيني وبين الأخ محمد وهو سوداني يعيش في ألمانيا لكن على يد حل وصلت الرسالة محمد ومعنا الصحفية من الشعب من المغرب أخ أمين هل لديك جديد فيما يخص عملية إنقاذ ريان خصوصا وأنت تحدثني الآن تصلت الكاميرا على عربة الإسعاف وينزل منها بعض أو طاقم الإسعاف لعلها تكون إشارة على يعني انتهاء عملية الإنقاذ أو مشابه تفضل أخ أمين صحيح صحيح زميلي هناك سيارة الإسعاف كانت قد وصلت قبل دعاق دعاق هي مختصة في مصلحة المستعجل ومعنى بها معدات بها طاقة جاهز مجموعة من المعدات معهم من أجل إسعاف الطفل ريان إذا تم خروجه مرة أخرى مشاهدين الكرام فليق الإنقاذ تم جلب سيارة الإسعاف إلى مدخل النفق للتأكد من جاهزيتها لنقل الطفل ريان بمجرد إخراجه مرة أخرى تم توفير أيضا معدات إسعاف للتكفل بريان فور إخراجه من البئر وكما ذكرنا لحضرتكم أحد أعضاء لجنة الإنقاذ قال المسافة المتبقية للوصول لريان تحتاج لدقة وحذر ومهنية كبيرة في التعامل وكانت بعض وسائل الإعلام منذ حوالي الساعة تقول أن خروج ريان أصبح وشيكان أمين كان معنا منذ قليل أو كان أزعنا منذ قليل حديث لأحد أعضاء لجنة إنقاذ ريان وقال أنه هناك مسافة سبعين لثمانين سنتيمتر وسيتم بعد ذلك الوصول إلى ريان فهل هناك أي مستجدات حدثت في هذا السياق أم لا لا ما زالنا ننتظر المسؤول أعطق لجنة من أجل أن يزودنا بمعلومات لهذه اللحظة لكن لا معلومة الآن إلا تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن هناك ما زالت عملية الحفر وما زالت عملية البحث عن تفريان وإن تحتاج إلى الكثير من الدقة والحذر والتركيز أمين هل أنت تحديدا الآن في شفشون في موقع البئر والنفق أم لا نعم في موقع البئر تمام أرجو أن تصف لي الآن ما لا نستطيع أن نرى من خلال السورة التي نعرضها تفضل نعم هناك حشود كثيرة من المواطنين والمواطنات في جنبات الحفر في جنبات موقع تقوط طيب الريال هناك مجموعة من الرجال المطافئ الذين كانوا قد يعملون منذ صباح هذا اليوم ومنذ إعلان عن وجود سفل في البئر الأجواء هادئة والكل يترقب وينتظر الخبر هناك عام ومؤولين بالإقليم ومحليين وإقليميين يقفون على قدم وثاق على إنجاح هذه العملية عملي الإنقاذ الطفل كما أن هناك مجموعة من الرجال ونساء الصحافة الذين يتابعون الحدث ويحاولون إيصالة بدقة كما تفعل قناة الجزيرة مباشرة نحن كذلك نفكركم على نقلكم للمسهمين شكرا لك أمين لكن اسمحي دلالة وجود عربة الإسعاف في هذا المكان دلالة استفاف رجال الوقاية المدنية يمينا ويسارا خلف عربة الإسعاف هل هذا يعطي أمل بأن عمليات الإنقاذ على وشك الانتهاء أمين أم لا نستبق الأحداث نعم يوحي بأن عمليات الإنقاذ في مراحلها الأخيرة لأن قدوم سيارة الإسعاف وهي مصلحة بالإنعاش والمستعجلات يدل على أن تكون ضرورية لأن الطفل مكت في إقاع البئر أكثر من ثلاث أيام إذن ستكون حالته الصحية متردية لذا يجب تدخل مستعجل ويجب أن تكون معدات للإنعاش من أجل إنعاشه وإيصاله إلى الوحية التي ستقله إلى أحد المستشفى هل لديك علم أين أسرة ريان الوالد والوالدة الآن هل في موقع الحدث أم في مكان آخر نعم أسرة طفل ريان وقبل الطفل وأمه عينناهم أنهم صعدوا إلى سيارة الإسعاف الأولى ليس لش وطر الآن لكن لا نعرف أين يتواجدون لكن ما بقرب سيارة الإسعاف يقولون أنهم ما ذولوا هنا يعني أي المستشفيات المرجح أن يذهب إليها ريان إن شاء الله بعد خروجه أمين فهل هناك معلومة محددة في هذا السياق أم لا ليس هناك معلومة محددة وليس هناك خبر دقيق أو رسمي من المسؤول رسمي لكن هناك ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول هو المستشفى العسكري بالربار والاحتمال الثاني هو المستشفى الجامعي بطنجا والاحتمال الثالث هو مستشفى ابن سيناء بالتطوان هذه المستشفيات المرجح أن ينقل ها في الريان عودة لوسائل الإعلام المغربية لأن هناك كانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن الوصول لريان بالفعل وبعد ذلك نفى هذا الأمر أحد أعضاء لجنة إنقاذ ريان الآن ماذا تقول وسائل الإعلام خصوصا الرسمية منها أمين إذا كنت تتابع نعم أتابع والكل أتابع ليس هناك جديد بعد تصريح الناطق باسم لجنة الشبوع واليقضاء المشرفة على سيفل ريان هناك نقص في المعلومة من طاقة وسائل الإعلام لا المغربية ولا الدولية لأن ليس هناك مخاطب رسمي سيزودهم بالمعلومات كل خمس دقائق أو عشر دقائق أو سيواكب معهم الحدث المشروع بأشياء أخرى لا تعطي الوقت لكي يلتقي برجال الصحافة كل خمس دقائق أو عشر دقائق زميلي أمين اشتبع أحد الصخفين المغربة كنت معي عبر الهاتف من موقع الحادث وموقع سقوط رايان في شفشان شكرا جزيلا لك أمين بالتأكيد من الممكن أن نعود إليك في أي لحظة حال استجد في هذا السياق أي جديد لكن معي أعتقد أحد المتابعين السيد خالد المهندي من قطر أخي خالد أهلا بك معنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ونسأل الله في هذه الساعات أن يعجل بالفرج إلى هذا الطفل المغربي ريان الذي كان السبب بأن وحده قلوب جميع الشعوب العربية أيضا وحده جميع وسائل الإعلام في جميع الدول العربية هذه الحدثة أنا كمحامي أنظر لها بأنها أحيت القانون الإنساني الذي للأسف بسبب الأوضاع في سوريا بسبب الأوضاع في العراق بسبب الأوضاع في غزة في فلسطين للأسف الشديد لم نكن نرى إلا قناة الجزيرة بمراسليها في قلب تلك الأحداث يحاولون نقل الحق الإنساني في تلك المواقع ولذلك هذه الحادثة أتت لتصحح عدة متطلبات مستقبلية من استراتيجيات حول حقوق الإنسان مما لا شك فيه بأنني وليعلم الكل والمشككين في تلك الجهود بأنني درست على مدار سنتين في كلية حقوق طنجة حقوق مخالف وحصلت على الماستر في 2015 وكنت من الذين يرتدون تلك المناطق ما بين شفشون وطنجة وططوان والذي لا يعلمه كثير بأن تلك المناطق والأراضي التي أيضا يوجد فيها كثير لزراعة الزيتون لماذا؟ لأن الأرض متشبعة بالمياه لأننا نعلم بأن شجر الزيتون يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لا سيما بفصل الشتاء لذلك أن أي خطأ كان يمكن أو أي استعجال كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار كبير في التربع السلطات المغربية مشكورة قامت بتأبع عامة تأبع بكل الإطلاقات ولكن الأمر هنا يا أخوان لا يتعلق فرحة بالأجهزة الحديثة وماذا بل بطبيعة الأرض نحن نتكلم عن أرض طينية وأرض الذي لا يعلم ولم يزر تلك المناطق لا يعلم نحن زرناها ورأينا فيها وشاهدناها الأرض هذه الطينية وأي جيب أو أي بئر موازي يمكن أن يكون فيه مياه يمكن أن ينزل على هؤلاء لذلك اليوم نحن نتكلم عن جهود جبارة صراحة مبذلة في هذا الأمر وأنا أرى أن إن شاء الله الفرج قريب ومن هذه الحفرة سيخرج نور ولكن ليس نور فقط عيات بإذن الله الطفل الرياض بل هو نور الحقوق الإنسانية لكل الأطفال والاهتمام الإعلامي أكثر نحن اليوم رأينا منافسة شريفة بين جميع القنوات ورأينا أيضا تسليط الضوء على طبيعة المغاربة اليوم المغاربة أتوا من مراكش من أقصى المغرب ولو كانت ولو كان ليس هناك يعني جائحة الكورونا لرأيت عرب من كل الدول نعم أخي خالد يعني لدينا بعض الاتصالات الأخرى أخاف أن نغيب عليها أكثر من ذلك لكن أنا أشكرك على كل هذه الأفكار التي ترحتها الآن على هذه المدخلة السيد خالد المهندي كنت معي من قطر ومن الإمارات ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا السيد مالك أخي مالك أهلا بك معنا تفضل بما لديك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي مالك تفضل أولا أشكركم على هذا البلد المباشر الحقيقي الذي يغطي في كل دول العالم وأشكر الفريق العامل شكرا أخي مالك تفضل على هذا البلد الذي يجعل من أجل خلاجها القفلة البريعة ريان وكلنا ولبنا معه في هذه الأحزاب الحرجة ونتمنى من الله العليل العظيم أن نخرجه سالما هي والدي وكل الدول العربية والإسلامية نتمنى له بالدعاء شكرا جزيلا لكي يخرج من هذه الشارسة نعم نعم أشكرك على هذه وكلنا مطعم أمين مع هذا الحادث الكبير أخي مالك كنت معي من الإمارات شكرا جزيلا لك ومعي من المغرب الآن عبر الهاتف سيد فطيش عبدالجبار الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام سيد عبدالجبار أهلا بك معنا وبالتأكيد أنا أريد في البداية أن إذا كان لديك جديد وأنت متابع لهذا الحدث بالتأكيد أريد أن أستمع منك أي جديد تابعتك من خلال وسائل الإعلام أو ما شابه ورؤيتك لهذه الحادثة وتعامل السلطات معها كيف كانت تفضل أخي عبدالجبار السؤال لك دعنا نبدأ من كيف تابعت هذه الحادثة حادثة إنقاذ ريان ونتمنى أن تنتهي قريبا وتعامل السلطات معها ومحاولات الإنقاذ بشكل نعم تفضل يبدو أن الأخ فطيش عبدالجبار الأمين العام للهيئة المغربية ليس معي معي الدكتور أيمن غالبا أحد المتابع نعم معي الدكتور أيمن بوبح صنع محتوى مغربي دكتور أيمن أهلا بك معنا للحقيقة هذه فرصة نتحدث معك عن مسألة وسائل الإعلام وتعاملها مع محاولات إنقاذ ريان أنت كيف تقيمها بأنك صنع محتوى على وسائل الواصل الاجتماعي تفضل نعم مرحبا بكم مرحبا بكم وشكرا لكم جزيلا على هذه التغطية الذين تقومون بها لهذا الحدث صراحة نحن هنا في المغرب اندهشنا من الكم الهائل والتفاعل الرائع والكبير من كل شعوب الدول العربية هذه الواقعة كما يقال ربا ذرة نافعة نحن نتابع بحصرة ما يقع الآن لريان ولكننا جد فرحين ومندهشين من الموقف الرسمي المغربي الذي أقام الدنيا ولم يقعدها لكي ينقذ هذا الطفل ويعني هذا شيء نفتخر به الآن في المغرب لأننا الآن شاهدنا بلدنا يعني يحفر الجبال ويفعل كل ما بجهده لكي ينقذ مواطنا من أبنائه فهذا يعني يجد الثقة بين الشعب وبين البلد وكل الدول العربية أظن أنها الآن تفتخر بما يقوم به المغرب ولا شك أن هذا سينعكس إيجابيا على البلدان العربية التي تجمعنا كثير من الأشياء الآن الأنقذ وريان هو الترند هو الهاشتاغ الأول في كل الدول العربية وأنتم تعرفون الآن أننا نعيش كأس إفريقيا يعني لو كانت الأيام عادية لكان الترند هو كأس إفريقيا ونحن مقبلين الآن على نهاية كأس إفريقيا ولكن الترند الآن هو أنقذ وريان لأن النفس البشرية مقدمة على كرة القدم والأشياء الأخرى أرو أنا معك دكتور أيمن والحقيقة هذا صحيح ويعني هذه الحادثة أيضا أذابة الجليد يعني أذابة الجليد وأذابة الخلاف بين المغرب والبلد الشقيق نرى الآن أيضا أبناء الجزائر والشعب الجزائري يعني متضمنين بشكل رهيب وشكل جميل جدا مع الشعب المغربي وهذا مفرح جدا ونشكرهم على هذا الدعم ونشكر كل الدول العربية والشعوب العربية والإسلامية على دعمهم للمغرب ونشكر أيضا المغرب حكومة وملكا وكل من يقف الآن لكي ينقذ هذه الحياة البشرية ونبتخر بذلك طرحا أنا طبعا لا أريد أن أغفل مسألة أنك صنع محتوى على اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي في اعتقادك وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا إيجابيا حتى اللحظة فيما يخص يعني مأساة ريان ومحاولة إنقاذه أم البعض يقول أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسرعت في نقل أخبار لم تكن دقيقة مما أصفر عليه بعض الارتباك أنت كيف تنظر للأمر دكتور طبعا وسائل تواصل الاجتماعي كما يقول هي التي تضرم النار على الهاشيم ما تفعله وسائل تواصل الاجتماعي الآن ما فعلته خلال الجائحة وهي ما تفعله خلال أي حدث عالمي أو حدث استثنائي بس لنكون فرحاء المشكل في تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي هو مشكل الموثوقية المعلومة وصحة المعلومة فعندما يصبح كل من هب وذب أو كل من يحمل هاتفا ويقوم بتغطية لكي يحاول أن ينقل المعلومة فهنا تتضارب الأراء وتتضارب المعلومات ويختلط الحابل بالنابل ولا نعرف ما هي المعلومة الموثوقة ولكن وسائل التواصل الاجتماعي هي من تعطي الأهمية وهي التي تصنع الحدث فبطبيعة الحال هي مهمة جدا ولكن يجب أن تكون مرفوقة أو أنها تواكب أو أن يكون نوع من كما يقال هنا توافق ما بين الجهات الرسمية وبين صناع المحتوى والفاعلين في مواقع تواصل الاجتماعي لكي يتم نقل المعلومة بشكل صحيح للناس فهنا هناك مشكل آخر هو أن هناك من يتطفل على الصحافة ومن يسترزق من الصحافة فيقوم بالركوب على الأمواج بالركنجة كما يقال ويركبون على هذا الحادث لكي يرفعوا من عدد اللايكات وعدد المشاهدات وهذا يسيء للقضية ويسيء للهدف لمواقع تواصل اجتماعي لكن على الجانب الآخر بالتأكيد دكتور عيمن هي أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في الترويج لهذه الحادثة المؤسفة لشد انتباه الناس لمحاولة إنقاذ ريها هذا الجانب أيضا لم أسمع السؤال أقصد أن هناك جانب إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي أنها استطاعت بشكل أو بآخر أن تلفت الانتباه بشكل كبير وتصنع حالة من التضامن مع ريان ومأساة نعم بطبيعة الحال كما قلت لك وسائل التواصل الاجتماعي هي من تصنع الحدث ووسائل التواصل الاجتماعي هي من تساعد السلطات لكي توجه السلطات أين هو المشكلة وهي هي من تصنع الحدث هي التي تحول حدث ما إلى قضية رأي عام وطنيا ثم دوليا عندما يتداولها صناع المحتوى من البلدان الأخرى بطبيعة الحال هي الآن هو إعلام يقال أن الإعلام إعلام بديل يعني هو إعلام قائم بذاته له قوانينه له يعني هو قائم بذاته بطبيعة الحال فهو مهم جدا والآن الإعلام الرسمي والإعلام الكلاسيكي يعني يستعمل أيضا وسائل السواف الاجتماعي لكي يروز للمعلومات فبطبيعة الحال فدوره مهم جدا والآن كما ترون قضية رايان أصبحت قضية وطنية ودولية بفضل وسائل السواف الاجتماعي لطبيعة الحال نعم صحيح أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هايمن بوبوح صانع محتوى مغربي كنت معي عبر الهاتف من المغرب وينضم إلينا الآن أحد المشاهدين الأستاذ جمال من الجزائر أخي جمال أهلا بك معنا تفضل أنت على الهواء جمال من الجزائر أهلا بك أخي كريم أنت على الهواء تفضل أنا من الأربع أعلم أنت بعد تفريان هذا يا هل ترى ما كان حتى نتيجة من يشوف حتى نتيجة أخي جمال تفضل أنا لم أسمعك جيدا لكن تفضل ماذا تريد أن تقول سكرنا يا راني من الأربع وننتبع فيه جميل ماذا من الأربع إن شاء الله وإن شاء الله يخرجوه بالصحة والعافية إن شاء الله وراء يفرحوا به والدي أمين يا رب أمين إن شاء الله بربي هذا مك والله قال لنا معها من الأربع ونمعها نجي من الخدمة طول نجي الجزيرة والفيسبوك ذالشيد ونشوف أبك رحم حيرنا أبك في الجزائر أخي جمال أنت مثلك مثل الملايين الذين يتابعون هذا الحدث لكن السؤال كما تتبع فيه في فلسطين في ميسر ما الذي جعلك الآن منذ أربعة أيام تمكث ليل نهار تتابع محاولة إنقاذ ريان خلاص ريان سأسكلي في الدم أبك سأسكلي في الدم شكرا جزيلا على هذه الحالة لم أستمع إليه بشكل جيد جمال من الجزائر أشكر شكرا جزيلا على مشاعره الطيبة أعتقد عدا إلينا الأستاذ أو الدكتور فطيش عبد الجبار الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام مساء النور سيد عبد الجبار وبالتأكيد أنا أريد أن أستمع منك كيف تتابع عملية إنقاذ ريان بشكل عام تفضل مساء الخير قناة الجزيرة مساء الخير متتبعين عبر مساء الخير إلى كل الفاعلين إلى كل العاملين المرابطين لأجل إنقاذ حياة ريان الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام وبشفة أمينها العام قد شكلت لجنة لتتبع طبعا لجنة مدنية لجنة مدنية لتتبع كيفية كيفية التعامل مع هذه القضية من طرف الحكومة مغربية وكذلك من طرف الفاعلين والمتدخلين والهيئة المغربية للحظة مطمئنة على على الوضع ومطمئنة من خلال ما قدمته السلطات المختصة بكل مكوينتها من وقاية المدنية ومن تقنيين وخبراء وما إلى ذلك قناة الجزيرة السلام عليكم وعليكم السلام الله يبركاته سيد عبدالجبار هل لازلت معي أم انقاطع الاتصال على أتحاء المشاهدين الكرام أشكر سيد فطيش عبدالجبار كان معي عبر الهاتف من المغرب وما زلنا معكم نتابع لحظة بلحظة تطورات عملية إنقاذ ريان على الأقل لا نستطيع أن نقول أن هناك جديد حتى هذه اللحظة على المستوى الرسمي والمؤكد ما زلنا مع أن فرق الأنقاذ دخلت النفق وبدأت عملية إخراج طفل ريان من بيع رساقة طفيفي في محيط مدينة شفشان المغربية لكن التفاصيل الحقيقة لا توجد أي تفاصيل جديدة حدثت خلال الساعتين الماضيتين أبرز ما جاء في هذه الفترة هو ما صرح به مجنة إنقاذ الطفل ريان من أنه كان منذ ساعتين تحديدا لم يستطيع الدخول أو الوصول لريان كانت هناك مسافة 70 إلى 80 متر تبقت يعمل على إزالتها حتى يلجوا إلى ريان هذه المسافة رغم قصرها لكنها طبيعة التربة الهشة تجعلهم يتعاملون معها بدقة شديدة بمهنية شديدة وبحساسية شديدة أيضا مما يجعل على ما يبدو أن العملية ستطول لبعض الوقت ما نراه أن هناك عربة إسعاف تقف مستعدة مع الأطقم الطبية في حال تم إخراج ريان تتعامل معه طبيا عدد كبير من رجال الوقاية المدنية ومن رجال الشرطة في المكان ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الرباط رئيس جمعية منتدى الطفولة السيد عبد العالي الرهمي سيد عبد العالي أهلا بك معنا ريان هذا الطفل سيد عبد العالي وحد الأمة بأكمالها إذا صح هذا التعبير من أقصاها إلى أقصاها من المحيط إلى الخليج كيف ترى هذه الحالة بشكل عام شكرا لكم على كرم الاستضافة وعلى الاهتمام بقضية طفل ريان قضية إنسانية كما تعلمون أن كل العالم يحبس أنفاسه الآن في انتظار الخروج طفل ريان من البئر كما تعلمون نعيش تحت الضغط نعيش بألم إلى أمل أمل الخروج طفل سالما غانما إن شاء الله كما تعرفون أن الطفل ريان بفضل الله لا أقول ماذا بينك وبين الله يا ريان الذي جعلت الجميع العالم يهتم لوضعك ويهتم لحالتك وينتظر بفارغ الصبر أن تخرج حيا معافا وقلوبنا كلها وجوارحنا منذ يوم التلتاء خمسة أيام خمسة أيام ونحن في اتصال دائم وفي انتباه وكل يترقب ما الجديد يعرف المستجدات الكل الدولة المغربية بحكومتها بعاهلها بأفراد شعبها بسلطة المحلية القوات المساعدة الوقاية المدنية الدرك الملاكي كل المتطوعون من جميع شركات متطوعة إعلام كل متأهب من أجل إنقاذ الطفل رايان ومن أجل تفكير كيف خروج من هذا المأذق ومن هذا الحادث العردي الذي جعل العالم كله يقف وقفة واحدة ترك كل حزازاته وكل مشاكله وكل خلافاته السياسية من أجل توحيد من أجل اهتمام بقضية إنسانية محضة هي قضية الطفل رايان هذا الطفل الذي جعل الله محبته في قلوب الجميع وجعل الكل يدعو بجميع تلويناته وبجميع دياناته وبجميع العقائد وجميع الدول يهتم لحاله من مشرقه إلى مغربه هذا شيء يعني يذكرني بأن الطفل رايان بقضية الطفل جمال ضرة في قضيته هو الطفل والطفل الذي يعني من البحر السوري الطفل من سوريا إذن ثلاثة الأطفال يعني عاشنا معهم في العالم كله اهتم لوضعهم الاجتماعي والحالتهم ولكن طفل الغيان عنده خصوصية خاصة الآن كما تعرفون أنه الوضع يعني الجب يعني سقط في الجب وهو حفرة صغيرة جدا يعني يعني رغم أن مجموعة من الشباب تطوع من أجل إنقاذ وإخراج من الجب ولكن للأسف فشلت مجهوداتهم ونرى الحمد لله أن المغاربة ككل يعني أظهرت هذا الوضع معدنهم الأصيل يعني جعل الكل يتضامن من أجل نصرة هذه القضية القضية الإنسانية العادلة هي قضية الطفل رايان نرى أن الكل يعني يعمل بجد يربطون الليلة بالنهار من أجل يعني تفكير وإيجاد الحلول الناجعة بخصوص في منطقة الشاون هذه المنطقة المعروفة تداريسها وعرة وطلبة حشة يعني من الصعب ولكن نرى الآليات ومجموعة من المتطوعين والمنقدين الذين يعملون بجد واجتهاد نرى أن مثلا علي الصحراوي مواطن مغربي من الصحراء المغربية يقوم بدور كبير ويتطوع من أجل له تجربة كبيرة في الآبار يعني يقوم بمجهود من أجل إنقاذ الطفل رايان ومنذ السابعة من مساء الأمس إلى حدود حوالي الخامسة من زوال اليوم إذن هناك مجهود كبير هناك إرادة جماعية من أجل أن يخرج إلينا الطفل رايان بصحة وعافية نرى أيضا وزارة الصحة بأطورها بجميع تكويناتها وطاقمها تقف الآن بصيارة إسعاف وأيضا مروحية طيبية سيد عبدالعلي أنا طبعا أشكرك شكرا جزيلا على مدخلتك السيد عبدالعلي الرامي الرئيس جمعية منتدى الطفولة كنت معي عبر الهاتف من الرباط ومازلنا معكم هذه الصورة التي تظهر لنا عدد كبير من القوات اللقاية المدنية وهي تنتظر وتحجز عدد كبير من المواطنين الذين يتابعون محاولة قاد الطفل رايان وهناك بعض الأطقم الطبية الحاضرة مع عربات الإسعاف للتعامل مع رايان فور إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ عصر الثلاثاء الماضي عودة لاتصالة أستاذ المشاهدين ومعي من مصر الأستاذ فوزي أستاذ فوزي أهلا مكا معنا فضل يا أخي كريم يا فندم فضل أولا أنا المفروض أتلقى منكم أتزال على طول المشافة اللي أنا انتظرتها علشان أتكلم عن الإبن الغالي اللي هو شكيم أولا يجب بل أرجو أن يتحدث عن عمليات الحفظ اللي يتحدث فيها سوى المتخصصين نعم دعني أشد على قلوب وأيد أبناء المغرب الشقيق الذي خلق رايان قادر أن يشقيه في الظلمات من باب الريان العظيم دعني بلغتي كأزهري لا أستطيع أن أتكلم إلا هذه اللغة أفضل لقد مدى على رايان أربعة أيام مدى على أمه وأبيه كما لو كانت أربعون عاما وحررنا جميعا طيب المنار في كل يوم عبر أربعة أيام ومع ظلمات الليل كنت أقول في الظلام يا ولدي كن أنت حزين وكما أنت تتألم أين الذي يحسب وجعك وكنت أقول حسب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ريان ليس ابن المغرب حسب من أحس أنه ولدي رعاك الله يا ريان وعدت إلينا شادما أمين اللهم حفظه وهون عليه الموقف وأنس وحدته كما يوسف ويونس أمين وأحفظ وحفظ كل أطفال العالم فهم مستقبل الأمم دعاء أبناء مصر ريان بالحفظ والرعاية على وجه العموم ودعاء أبناء الأسهر على وجه الخصوص فوسط ري من أبناء الأذر الشريك وأشكركم وأتمنى أن ننام اليوم تعداء تعداء بمعنى الكلمة وأشكركم على هذه الرسالة وأتمنى أن تلقى صادة إني أحس بوجع الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد فوزي كنت معي من مصر أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل دعائك فيما يخص ريان وأن تكون يعني الساعات القليلة القادمة نرى فيها خروج ريان من أزمته ومن وحشته عودة لاتصالات السيد المشاهدين مرة أخرى ومعي الأخ يزيد من هولندا أستاذ يزيد أهلا بك معنا تفضل السلام عليكم وعليكم سعر الله وبركاته يا أخي تفضل أنا في الأول سوف أعتقدر لأتقن اللغة العربية بشكل جيد هو على ود سوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي الإنفلونس اللي كان عندها في هذا الموضوع هذا خلت خلت واحد الموضوع اللي هو صراحة يعني واحد إشكال وطني ولا إشكال غلوب ولا إشكال عالمي دابع يلا كنا نشوفه في الحساب التويتر والأبسي بارتلون كان هاشتاغ سيف غيان إلا شفنا في اليو أس كان نفس شيء هذه واحد الحاجة اللي أنا صراحة قصني بزاف وحتيت واحد إحساج على أننا إحنا واحد الكتلة يعني ما كانش ما كانش إنسان هولندي ولا فرنسي ولا مغربي فاشكي في واحد الموضوع اللي فيه الإنسانية اللي فيه واحد إنسان يعني اللي هو إنسان يعني العالم غير تأثر خصوصا إلا كانوا واحد طفل اللي عنده خمس سنوات يعني سويا أنا صراحة عندي واحد الأمل الكبير في الإنسانية الآن حيث تفرقنا بزاف في الأموان الأخيرة في المواضع السياسية وكل ولكن الآن طفل ريان عنده خمس سنوات قدر على أنه يجمع أمة إسلامية أو للعالم بأثره كله كله تأثر بهذا الموضوع عذاك شفنا الناس كيهضرون من من فلندا من سويسرا من الإمارات من السعودية هذه واحد حاجة إيجابية بزاف صراحة وأنا كنتمنى من كل القلب ديلي كنتمنى على أنه يخرج هذا الطفل إن شاء الله بصحة بصحة مزي أنا كنتمنى نكون صراحة مش في الموقع نكون في المغرب ونحتفل إلى خرج إن شاء الله وإن شاء الله سيخرج مزيان إن شاء الله شكرا جزيلا ولغتك العربية إذا استمعنا إليها بشكل واضح وفهمنا ما ذكرته بشكل واضح للحقيقة الأخ يزيد من هولندا شكرا جزيلا لك ومعي الأخ صالح من لبنان وصالح أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشرة تفضل ماذا تريد أن تقول حياكم الله حياك الله أخ صالح فضل معكم الله أخ صالح من مخيمات لبنان نفسين اللاجئ في لبنان أحاولت أن تستمع إلي من الهاتف حتى لا تكون هناك إشكالية في الصوت فضل يا أخ كريم قناة الجزيرة على النقل المباشر نستمنى من قلوبنا نحن في مخيمات لبنان نحن في مخيمات لبنان بأن يطلع ريان إن شاء الله بخير وسلامي ونشكر كل الجهود والتعاون نعم شكرا شكرا أخ صالح كنت معي من لبنان دعونا نتابع ما يحدث في موقع الحادث ومحاولات إنقاذ ريان ونستمع حتى إلى أصوات الناس هناك فلنتابع کوتصائل ما يحدث محاولت من مكان الحادث ولن بعد قليل إن شاء الله كنتمنا وتفلنا وبعد قليل أنه يتم الذهاب في ريان إلى الوزنشفة عبر السيارة الإسعاب يمكنك تشاهدون الآن بأخصر المتابع للوزارة الصحة كامل الاستعدادات تكملت من درق السلطات ودرق المالكين قوات المساعدة تواجد عدد كبير من المسؤولين على أعلى المستويات الأخبار شحيح جداً يشوفوا ما يجري الآن وانصر رحمت الله وانصر رحمت الله وانصر رحمت الله وانصر رحمت الله وعبد لا يمكن이에 harsh magazine وهو موقع جيد بالنسبة للنقل المباشر بحكم أنه يعني كان تواجده في المنطقة الخاصلة بين تواجد الرأي الآن وأيضا بين سيارة الإسعاف اللي كتشوفوا الآن بأسطورة أكدوا لنا الصوت سيخليكم أكدوا لنا الصوت أكدوا لنا الصوت سيخليكم أكدوا لكم أكدوا لنا الصوت سيخليكم أكدوا لنا الصوت مزيان شكرا لنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم نعم شاهدين الكرام تابعنا معكم بالصوت والصورة من قلب الحدث ومن أمام البئر الموجود فيه ريان ومحاولات إنقاذه من قبل فرق الإنقاذ ومن يقف هناك تلهج ألسنتهم بالدعاء وأحدهم يقوم بالدعاء والباقي يقوم بالتأمين عليه اللهم تقبل دعائهم ودعاء الجميع وكل الأدية حتى التي استمعنا إليها من من كان يتابعنا وما زال يتابعنا حتى هذه اللحظة دعونا نعود إلى اتصالات السادة المشاهدين مرة أخرى ومعي الآن الأستاذ أحمد من نصر أخي أحمد أهلا بك معنا أنت على الهواء تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله طمانون الأول يعني عايزين نسمع أخبار كويسة نحن متسنيين من زمان يعني كل يوم بنصح عايزين بس نسمع خبر كده أن ريان طلع بسلامة ريان مش ابن المغرب بس ده ابن كل العرب وابن كل المسلمين نحن منتظرين بس نسمع خبر كويس والله يا أخ أحمد أكيد أنت باتبعنا يعني حتى الآن لا يوجد أكثر مما ذكرناه منذ قليل يعني على وشك الانتهاء من أعمال الحفر لكن هي مرحلة دقيقة تستدعي العمل بحساسية شديدة لكن هل وصلوا إليه فعلا؟ قلبي وقلب كل مصري معاكم وبندعي لكم بالليل وبالنهار ربنا يخرج ريان يا رب بالسلامة إن شاء الله وربنا يسقيه من الريان العظيم وربنا يا رب يطعمه كده لحد ما يطلع بالسلامة ويطلع سالم غانم لابوهم وابننا وابن كل مصري وابن كل عربي الله يبارك فيك يا أخي الله يبارك فيك شكرا جزيلا أحمد من مصر ومعي الأخير رضوان من العراق أخير رضوان أهلا بك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكادر الجزيرة على تغطية هذه التغطية الجيدة جزاكم الله لخير وأنا حقيقة ريان ابن العراق وابن مصر وابن المغرب وابن العرب وابن المسلمين كافة وابن الإنسانية ونسأل الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم أنت جبار في السماء وجبار في الأرض وملك في السماء وملك في الأرض وإله في السماء وإله في الأرض أن ترده إلى أهله سالما غانما واحفظه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك وهذه الشعوب تسألك فلا تردنا خائبين فلا خاب من أنت مولاه اللهم احفظ عبدك ريان فهو غائب عيناه لأهله ومحبيه اللهم رده إليهم معافا مشافا سالما يا رب العالمين ولا ننسى دعاء تيدنا ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو فالظلمات ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلنردد هذا الدعاء فلنردد هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لأن الله سبحانه وتعالى حاشا أن يرد هذه الجموع وهذه الأكف التي ترفع إليه وترفع إلى السماء وتناديه وتناديه فهو الجابر العظم الكثير ورازق الطفل الصغير سبحانه ونقول يا رب يا رب يا رب أنكذ ريان من هذه الشدة ورده إلى أهله سالما ظالما معاصا وكل قلوب العراقيين معه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله الخير جزاك يا أخي ربنا يبارك فيك وأتقبل منك هذا الدعاء ومعي من تونس الأخ معاذ أخ معاذ أهلا بك معنا تفضل أخبرها أخبرها مواذج غريري نحب دعائي وان شاء الله ندخ من الرب ليأكا يرجع الولدية تسالم وان شاء الله يا ربي ليأكا تتكاث في الجهود العربية معها يرجع الإسلام للبعض وترجع أشعاب العربية لبعضها وإن شاء الله يرجع لولديه ورين والدي والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي معاذ إن شاء الله يرجع لأهله سالما غانما في أقرب وقت بإذن الله ومن المغرب إلى فلسطين ينضم إلينا من هناك الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني فضلت الشيخ أهلا بك معنا الحقيقة من المرات القليلة التي ألتقيك فيها على الجزيرة مباشرة ولا نتحدث عن الشان الفلسطيني نتحدث عن ريان في المغرب وأزمته ماذا تقول تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أن قضايا كثيرة تجمع شتات الأمة وتلتقي عليها لكن قضية هذا الصغير ريان فرضت نفسها فرضا على أجندة العالم العربي والإسلامي وتفضرت الحقيقة المشهد لا لشيء إلا لأن مشهد طفل في بئر يزيد عمقه على ثلاثين متر يمر عليه النهار ثم الليل ثم النهار ثم الليل كمسة أيام بالجوع والبرد لا شك أنها استقطبت الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها خاصة وأننا فقط منذ أيام عشنا مشاعر العواطف الجياشة مع أقصال سورية حيث البرد والسقيع والثلوج ووفاة خمسة عشر طفل منهم في الشتاء القارص الذي نزل بهم لكن حالة هذا الطفل لا شك أنها تمثل العلاقة بين أي أب وبين صغيره لذلك ليس للإنسان منها ونحن هنا من رحاب المسجد الأقصى المبارك رحاب الكدس الشريف أسأله سبحانه وتعالى أن يكلل مساعي وجهود الذين يقومون على أعمال البحث عن بالنجاح وأن لا يطلع الصبح يوم الأحد إلا وريان إن شاء الله تعالى بين حضن والديه وإن كان يحتاج ولا شك إلى فترة علاج ليست قصيرة إن شاء الله يخرج سالما ثم يكون العلاج بإذن الله تعالى اللهم أمين فكرة توحيد الأمة كلها على قلب رجل واحد كما على الأقل نلحظ أو يلحظ الجميع فضلت الشيخ كيف تقيمها اليوم حتى البعض يتحدث يقول أنا أتعاطف مع ريان المغرب والذي أرى فيه ريان فلسطين وريان سوريا والعراق وليبيا إلى آخر كيف ترى هذه الحالة تقيمها أنا أراها بعيني الإيجابية أنا أرى أن شعوبنا الخيرة لو تركت لنفسها لا استطاعت فعلا أن تخلق هذا التيار الجارف هذه الكتلة الرهيبة التي تعدادها ألف وسبعمائة مليون من المسلمين أربعمائة مليون من العرب الذين لا يمكن بحال من الأحوال أن تقهرهم قوة من قوة الأرض لكن مع الأسف أن الخلل وأن العيب وأن انحراف البوصلة ليس في أشعوب إنما هو في أنظمة نحن نراها مع الأسف على حساب مصالح الشعوب تقوم بالتواصل مع المؤسسة الإسرائيلية تجد القاسم المشترك مع المحتلال الإسرائيلي ولا تجد القاسم المشترك مع دولة جارة شقيقة ولذلك حالة ريان وأنا أسمع لأن أعطي مثالا يعني فقط يوم أمس انتهت حملة من حملات الإغاثة من أهلنا في الداخل الفلسطيني جمعية واحدة من الجمعيات فقط استطاعت أن تجند خلال عشرة أيام مبلغ عشرة ملايين دولار لهواء اللاجئين السوريين وأنا يقين أن الطفل ريان يعني لو أن العلاج يتطلب عشرات الملايين من أجل أن يعالج لو وجدنا في الأمة خيرين كثيرين يقولون نحن لها لذلك ما حصل في السورية وأطفالها ومخيماتها وما حصل في المغرب الآن مع الطفل ريان حقيقة للذي يذلج الصدر رغم الألم لكنها المحنة التي فيها المنحة نعم نعم الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني شكرا جزيلا لك وما زلنا مع تصلاة السادة المشاهدين لكن هذه المرة معي طفل لا أعلم عمره بالضبط لكن هو الطفل يوسف من السودان يوسف أهلا بك معنا على الجزيرة مباشر أنت على الهواء دلوقتي يا يوسف عايز تولئي تفضل أيها يوسف تفضل يا إن شاء الله بالسلامة نعم لراعي 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 أنت عمرك قديل يا يوسف قل لي عمرك قديل أول عمرك ما شاء الله الله يبارك فيك الله يكرمك قل لي أنت أنت دلوقتي اتصلت بنا علشان تقول كلمة لريان ولأسرة ريان عايز تقول لهم إيه أنت على الهواء يا يوسف تفضل ربنا يطلع بالسلام يا رب يا رب يا رب يا رب أنت متابع متابع من إنت قصة ريان يا يوسف لي أربع أيام أربع أيام وأنت متابع القصة ما شاء الله نعم إيه اللي مخليك مهتم بقصة ريان يا يوسف نعم 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 لأنها وطيف طبعا كنت أربع أيام قاعد قدام الجزيرة مباشر بتتابع يا يوسف التطورات موضوع ريان نعم نعم الله يبارك فيك لو أنت عايز تقول حاجة تانية قبل ما نقفل معاك الخط عايز تقول إيه إن شاء الله يصبر أهله نعم يجيهم السلام اللهم أمين يا حبيبي الله يبارك فيك يا يوسف ويحفظك لأهلك والولديك شكرا جزيلا حبيبي يوسف كنت معي من السودان ومعي الأستاذة كريمة من تونس أخت كريمة أهلا بك معنا تفضل أيوة أنا سمعك تفضل يا أحنا كلنا معريين القلب لو وجعنا عليه بارشة بارشة صغار وكبار بالحق شيوجي على القلب متابعين منهارتي صارت العملية نبكي وعليه كبار وصغار كلنا إن شاء الله ربي رجعوا سالم يا ربي دعوتنا كله بالحق شيوجي عيوجي عيوجي عبارشة عندي بنتي صغيرة زد كحدة عليه ديما تقولي رايين خرجوا لمازال تخلص كل يوم تسل عليه الله يبارك فيك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يفرش تيلم إن شاء الله أحنا من نفركوش الجزيرة ديما نتبع فيها تغذي تاي يعني كل هكا تقيقة حفرة تزادي شوية نحن نفركوش نقولي ساييرا ينشي يخرج تاوي نعم 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله صلى رجعوا الأم سالم يا ربي الله يبارك فيك يا أختي كريمة وربنا يحفظ لك أولادك شكرا جزيلا ومعي الحاج محمد من إسبانيا حاج محمد فضل أنت على الهواء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أتمنى أتمنى أن يكون ريان بسلامة وأن تكون هذه الحادثة أن تجمع جميع العرب في كل أنحاء العالم ونتمنى أن يكون هذه الحادثة عابرة ونتمنى أن يكون هو بسلام ونتمنى السلام لعائلته وإلى جميع الإخوة والعاملين في هذه الحادثة وشكرا أمين شكرا جزيلا لك الحاج محمد كنت معي من إسبانيا ومن مصر أنضم إلينا عبر الهاتف محمد أستاذ محمد أهلا بك معنا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد مسعود من مصر شرفنا أخي محمد فضل احنا بنشكر قناة الجزيرة على الجهود اللي هي بتبذلها وعلى البس المباشر اللي هي عاملها وبنتمنى أن ربنا يطمننا كلنا على الطفل رياء وبنشكر قناة الجزيرة أن هي وحدة العرب ووحدة الوطن العربي ووحدة كل الشعوب العربية في حادثة الطفل رياء نعم العفو يا أخي هذا عملنا أخي محمد ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك وربنا يكلد لكم ويهودكم بالنجاح إن شاء الله نعم شكرا جزيلا أخي محمد شكرا شكرا نعم ومازلنا معكم مشاهدين أهل كرام نتابع لحظة بلحظة تطورات عملية إنقاذ الطفل المغربي رياء من البئر التي سقط فيها في محيط مدينة شبشوان المغربية منذ عصر الثلاثة الماضي قبل ساعتين أحد المسؤولين في لجنة الإنقاذ تحدث إلى وسهل الإعلام وقال أننا على وشك الوصول إلى رياء تبقى ما يقرب من 70 إلى 80 سنت متر فقط لغير إلا أنه قال أيضا أن رغم قصر المسافة المتبقية إلا أنها مسافة شديدة الحساسية مما يستدعي التعامل معها بحذر شديد ومهنية شديدة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبها ونحن مثلكم في انتظار أي جديد فيما يخص تطورات انتشال أو في إنقاذ رياء معي أحد المتصلين أبو القاسم من سودان أخي أبو القاسم أهلا بك معنا تفضل أخي أبو القاسم تفضل أنت على الهواء مباشرة ويريد تسمعنا أبر الهاتف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي تفضل أخي أبو القاسم أنت على الهواء أنا أستمع إليك جيدا تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أبو القاسم أنا سمعك كويس وأنت بس حاول تكلمني مباشرة أنت على الهواء الآن تفضل للأمة العربية عامة أمان أمان حتى يكون الأمر أفضل يعني في الاستماع إليه معي الأستاذ علي من الدوحة أخي علي تفضل أتمنى السلامة والعودة السريعة لريان وحد العرب من محيطه إلى خليجه شعبا للأسف أثبت الشعب العربي أنه أكثر كفاءة وحدة من بعض حكامه أنا لبناني مقيم في قطر قد يكون ليس الوقت مناسب ولكن أريد أن أضيع على نقطة هو الإعلام اللبناني الذي يعيش حالة إنكار لما يحصل في المغرب وهذا ليس بجديد فمن يعيش في إنكار في الأزمة التي تضرب لبنان بأطفاله ونسائه وشبابه يعني عار على هذا الإعلام أن يتصرف هكذا مع قضية عربية إنسانية وأتمنى على قناة الجزيرة مباشرة أن تفتح هذا الملف وأن نحمن يتابعكم دائما لأن الإعلام اللبناني يعيش حالة إنكار داخلية تنعكس على حالة إنكار عربية في قضايا الأمة إن كانت في فلسطين أو ما يحصل في المغرب أو ما غيرها كل ما يهتمون به هو تصوير للعالم العربي أن لبناني يعيش في رفاهية وكما يقولون الإخوة في مصر الطأسي جميل والقو بديع بوركتم بوركتم في جهودكم ونحن أي مساعدة يمكن أن نقدمها لأهل الطفل ريان وأقاربه وللشعب المغرب الشقيق ليعلموا جيدا أننا مجاهزين المواقع التواصل الاجتماعي في لبنان أؤكد لك تتضامن وتضج في قضية هذا الطفل البطل الذي يصارع من أجل الحياة وهذا نتمنى أن يخرج سالمان معافا نعيدون ونكرر وبركتم بجهودكم ولا أريد أن أطير الكلام فأعرف الكثير ينتظرون أن يريدون الكلام شكرا جزيلا الله يبارك فيك شكرا جزيلا أخ علي وهو لبناني يقيم في الدوحة لكن ينضم إلينا الآن الكابتن أيمن حسوني لاعب كرة القدم المغربي كابتن أيمن أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشرة بالتأكيد أنا أريد أن أستمع إليك وكيف تتابع محاولات إنقاذ ريان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة العالم كامل شاهد كيف شكيت بعد هذه القادية وهذه الأزمة التي تنزز فيها ونحن متبعين هذا الشيء 20 ساعة إلى 20 ساعة وإن شاء الله ريان سيأتي على الوالدة قريبا إن شاء الله ونحن نضام معه وكانت ساعد ودور ذهن ذهنيا وإن شاء الله كانت أنه يخرج طريق صبب وخال عمنا مباراة اليوم وكانت قلوبنا وبقى معه ونساعد الله يكون خير نعم نعم كابتن أيمن بالتأكيد أنت متابع لحالة التعاطف والتضامن الكبيرة من كل الدول العربية والإسلامية وحتى غير هذا وذاك مع ريهان وقضيته كيف تفسر هذا التعاطف والتضامن كيف تراه وتقيمه بشكل عام كابتن ونحن كلنا عالم عربي الحمد لله ريهان سيخرج ورايان جمع العرب كاملين وحد بلبيناتنا العرب كاملين وكم خو عن ديانة وحدة ديانة الإسلامية والحمد لله كان وكان تمنا يرجع الواليدي سالم غانم إن شاء الله شكرا جزيلا كابتن أيمن حسوني لاعب المنتخب المغربي كنت معي عبر الهاتف من المغرب ومعي السيدة الأستاذ عائشة من الدنمارك أستاذ عائشة أهلا بك معنا تفضلي أهلا بكم أهلا بكم سلام عليكم وعليكم إلى الجزيرة والعالم العربي والإسلامي كامل إن شاء الله كل شي تكون على خير وبيخير على خير إن شاء الله أنا نتمنى أن عائلتي نتمنى رأيان يخرج بالسلام إن شاء الله يخرج عند العائلة دياله والحمد لله هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وهذه جمعة المسلمين والعرب كاملين الحمد لله وحنا محسين بالغربة هون في الأوروبة والحمد الله هذه هذه جمعة المسلمين كاملين الحمد لله وإن شاء الله نتمنى تكون ندخل السلامة إن شاء الله نعم متابعة حالة التعاطف والتضامن الكبير وكأنها وحدت يعني كل العرب حول هذه القضية أنت شايفها عائش أنا شايفة كيف جمعت العالم العربي كامل وهذا الشي وإحنا العائلة كلها هذه خمس أيام وإحنا متبعين رايان والعائلة رايان والحمد لله أنا نفكر في السيف كانت كرة القدم في الأوروبا كان إيريكس كان كان عنده سكتة قلب في ال باكن هذه كانت جمعة كل العالم ولكن أنا فرحت أنا ما كنت حسّة بهذه الفيلي كيف يقول الله بالجماعة كيف حسّيت بهذه الجماعة دي هذه جماعة دي الإسلام والعربي ديان الحمد لله نعم الله يرحم شكرا جزيلا وإحنا مأسفين كثير على ماذا تفضل شكرا شكرا جزيلا لك أخت عائشة من الدنمارك ومعي الأستاذ صفاء من قطر ألم بك أخي تفضل أستاذ صفاء هل أنت معي أنت على الهواء مباشرة يعني تفضل نعم السلام عليكم أنا أسمي صفاء من السودان وقيم في قطر الوكرة الله يوفقكم عشان تطلعون الطفل ريال إن شاء الله يا رب يسفل عليكم تخرج الطفل ريال والله يسلم الله يخرج مثل ما أخرج يونس من بطن الحود ويوسف من الهواء صفاء أنا الحقيقة ما عرفتش أسمعك كويس وأنا متأسف يبدو أنه تم إعلامي خطأ يعني في البداية لكن صفاء أنا عايز أسمعك تاني بقى بشكل أوضح أنت متصل بنا علشان تقولي كلمات لريان ولأسرته فخلينا نبدأ من جديد عايز تقولي تفضلي يا صفاء ابتداء أنت عندك كم سنة تسعة ما شاء الله الله يبارك فيك أنت من السودان وعيشة هنا في الدوح في الوكرة ما شاء الله الله يبارك فيك بابا وماما هم من اللي مخليينك تتبعي ولا أنت لوحدك قعدت تتبع قضية ريان الأيام اللي فات الله يبارك فيهم ويحفظهم وليلي بقى عايزة تقولي إيه الريان الله يوفقكم عشان تطلعون الطفل الريان إن شاء الله يا رب يسهل عليكم إخراج الطفل الريان والله يسلمكم والله يخرج مثل ما أخرج يونس من بطن الحود ويوسف من البئر اللهم أعمل هيك كلام الجميل الله يبارك فيك يا صفاء أنت في سنة كام دلوقتي صف رابع الرابع الرابع الابتدائي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بشكل عام وانت بتتبعي كده حس تخلاص إن شاء الله موضوع ريان ممكن يخلص قريب الساعات الأوليلة اللي جاية دي إن شاء الله نشوف ريان طالع سالم كده من البئر اللي وقع فيه إن شاء الله الله يبارك فيك وخليني أسلميلي على بابا وممنا أنا سمع جزء من صوتهم يعني الله يبارك فيك ويبارك فيهم ويحفظكم جميعا يا رب شكرا شكرا يا صفاء تسع طفلة تسع سنوات هي سودانية لكن يعيشون هنا في قطر شكرا جزيلا لها وليأسرتها ومعي الأستاذ علي من ليبيا أستاذ علي أهلا بك معنا تفضل أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا أستاذ عليكم الله الله ومباشر أنا سمعك أخي لماذا تريد أن تقول تفضل مساكم وعساء مساكم خير إن شاء الله ونسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج عن الأمة الإسلامية بإخراج الفريات وأن يدخل السرور عن والدته وأبيه في أقرب في أقرب أجل فقري ذلك والقادر عليه الله وهو الذي رد عيد موسى عندما القدر أمه في اليمن ردها إليه رد ابنها إليها فهو ودي ذلك والقادر إليه كل الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر خروج ابنها وابننا ابننا ابن ليبيا ابن المغرب ابن الجزاعر ابن تونس ابن كل العرب وكل المسلمين كلما انتظرون بفارغ الصبر النبأ المفرح تشعف أننا نراه وهو بين أحباد أمه وأبيه أزاكم الله خير وشكرا على نقلكم المتواصل في هذه القضية التي وحدت الأمة الإسلامية أزاكم الله يا رب يا رب يعجب بالفرج يا رب العالم يا رب يا رب شكرا جزيلا أخي علي من ليبيا ومعي الدكتورة رجاء من ألمانيا دكتورة أهلا بك معنا تفضلي السلام عليكم ورحمة الله أخي وعليكم السلام بكم الله الرحمن الرحيم أخي لا تقولوا جمع الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية مجموعة أنا مغربية الأصل وعروقي بالمغرب وعايشة بألمانيا وشوف الولاد كيف عايشين بألمانيا كلهم متعلقين بالإسلام كلهم متعلقين بالدولة الإسلامية الحمد لله شو عندنا كيف نقول قلوبهم جميع تحت بهم جميعا وقلوبهم شتى نحن قلبنا واحد كلنا قلبنا واحد لا تقولوا هذا مغربي وهذا جزائري وهذا تونسي وهذا عراقي كلنا واحد والحمد لله القناة الجزيرة نداء لقناة الجزيرة بالله عليكم كيف ما عملت الجزيرة الرياضية كيف ما عملت الجزيرة السياسية عملونا شي قضية للأطفال الجزيرة الرياض الأطفال بس جزيرة ريان بس للأطفال علموهم كيف يكبروا علموهم كيف تكون الأخلاق كيف تكون الإنسانية بالله عليكم نداء إلى أصحاب الجزيرة لا تنسوا الأطفال عملينهم قناة خاصة بهم تشوفوا كل مرة الطفل يقلب العالم رأسا على العاقب الحمد لله الحمد لله عمللنا بس هالقضية وإن شاء الله راح تكون محلولة ومداء كل المسلمين اسمعوها مني لو إن شاء الطغاة والحاشية اللي وراهم والله لا غالب إلا الله والله لا غالب إلا الله إن شاء الله خير وإن شاء الله يطلع الأمه سالم غالم ربي كما رددت يوسف وكما رددت يونس وكما رددت إبراهيم وكما رددت أيوب وكما أعزيتنا بالإسلام لو لا أننا لم نرى الرسل صلى الله عليه وسلم كما يجمعنا هو أننا نحب الله ونؤمن بالله وهذا ما يجمعنا ونشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وهذا ما يجمعنا ابحثوا عن الجماعة لا تبحثوا عن التفرقة هذا ندائي لكل الناس ولا تنسوا ريان بدعاء واحد لا إله إلا أنسى سبحانك إنا كنا من الظالمين فلولا هذا الدعاء لا يطلع أحد وإن شاء الله قناة الجزيرة تشوف الطلب اللي أنا طلبت إن شاء الله حتى لو صار لا قدر الله شيء للولد ريان إن شاء الله قناة الجزيرة ريان ترجع شوية من الأمل لأهله لأبوه لأمه إن شاء الله تكون صدقة جارية عليه بالله عليكم لا تنسوا الأطفال بالله عليكم سامعني أخي أنا سامعك يا دكتورة سامعك جدا ربنا يبارك فيك وأشكرك على مدخلتك العظيمة شكرا جزيلا يا دكتورة رجاء كنت معنا من ألمانيا وما زلنا مع تصلاة السادة المشاهدين ومعي الأخ أبو خالد من المملكة العربية السعودية أبو خالد أهلا بك معنا تفضل مساك الله بالخير مساك الله بالخير تفضل يا أخي نسأل أن يخرج لنا هذا الولد ويعقلبه على أهله والله والله إننا مشغولين معاه من أربع يوم ما نذوق النوم نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أيونهم به وأن يعيدوا سالم غانم اللهم أمين اللهم أمين الشيء الثاني نشكر قناة الجزيرة شكر عميق لأن هذه القناة وحدت بين الأمة وحدت وأخرجت كل شيء صحيح لذلك حبينا نشارك ونشكركم ونشكر اللي قاموا بالحفر والمهندسين والعمار وقول يا الله إن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الفضيلة أن يخرجوا بخير وعافية اللهم أمين يارك أن يفرح بكل إنسان على الكرة العرضية تابعوا ويفرح بواهد ويعيدوا إلى أحوانهم وأن لا يرينا سؤال ولا ممروح في أي طفل أو أي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله فيك أبو خالد الله يبارك فيك شكرا جزيلا الأخ أبو خالد كنت معي من المملكة العربية السعودية ومن السعودية إلى قطر وينضم إلينا هنا عبر الهاتف الأخ أحمد أخي أحمد فضل أنت على الهواء فضل هناك فقط خبر من ضمن الأخبار العاجلة مراسل الجزيرة والد الطفل ريان يخرجان من سيارات الأسعاف ويتوجهان نحو مدخل النفق لا نعلم على وجه الدقة والتحديد ما الذي يحدث ما تطورات الموضوع هذا هو الخبر على شاشتنا الآن مراسل الجزيرة والد الطفل ريان يخرجان من سيارة الأسعاف ويتوجهان نحو مدخل النفق نتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه إشارة إلى يعني قرب انتهاء هذه الأزمة وإخراج ريان على خير لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات رسمية في هذا السيق وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أبو زيد المقر الإدريسي الداعية الإسلامي فضيلة الشيخة أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشرة وبالطبع كيف تبعت وتتابع محاولات إنقاذ ريان تفضل محاولات 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 الدكتور أنت على الهواء مباشرة عفوا قبل أن تتكلم أشير فقط أن والد ريان هو يبدو على الشاشة الآن فدعونا نتابع هذه اللحظات إن شاء الله تكون لحظات خير فدعونا نتابع ترجمة نانسي قنقر شاهدين الكرام ما زلنا معكم نتابع هذه الصور الحية التي تأتينا من محاولات استخراج الطفل ريان لا نعلم على وجه التحديد ما الذي يحدث والد ريان هو على الشاشة الآن هو والدته يقفان أمام مدخل النفق لعل هذه نتمنى أن تكون هذه إشارة إلى قرب انتهاء هذه الأزمة خروج ريان حيا معافا بإذن الله أعود إلى المفكرة الإسلامية المغربية والدعية الإسلامية بأبو زيد المقر الإدريسي فضلت شيخ أهلا بك معنا وكنت أسألك كيف تتابع هذه اللحظات الهمة لعل تكون إن شاء الله قبل إخراج ريان حيا معافا بإذن الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتابعها مثل ما يتابعها جميع المغاربة والعرب والمسلمين والناس أجمعين أتابعها بترقب وقلب مرتجف داعيا الله عز وجل أن يخرج هذا الطفل ثالما وأن يكلم الجهود المغدولة والمشكورة من كل الأطراف من التقنيين والإنقاذيين إلى الإعلاميين والداعين جميعا يمكن جهودهم بالنجاح وأدعو لوالده ووالدته وأقاربه بالصبر والتبات وأن يستجيب الله دعاءهم ودعاءنا لكن الضرف الكبير الذي قدمه رايان هذا الطفل الصغير هو درس إن كان يتوحق الأمم الجديد على قضاياها داتت طابع الإنسان أولا الإنسان أولا سلامته وكرامته وراحته وحقوقه وحقه في الحياة وحقه في الوجود وحقه في الاستمرار وحقه في العيش الكريم وحقه في المشاركة رايان أيقضنا جميعا من نومة الصراع والتمزق والطاقفية والمذهبية والخلاف والأحقاد وخطابات التنمر عبر وسائل الاجتماع لكي نتوحد على هدف نبيل إنسان يمثله طفل بريء براءة هذا الطفل وقضيته الواضحة المؤترة قضية سلامته ونجاته وهو العاني أياما وساعات الجوع والعطس والرعب والوحدة والظلام والبرد ولربما يعاني كسورا ويعاني رعبا ويعاني آلاما نحن لا نستطيع حتى أن نعرف إلى أي حد هي تؤثر عليه الآن ولكن الله سبحانه وتعالى معه وقلوب الناس جميعا معه وعائلته ودعاء كل الصالحين والمحبين للإنسان والخير الإنسان معه أرجو بعد غيان أن نتذكر أطفال فلسطين أن نتذكر أطفال سوريا أن نتذكر أطفال الروهنجية روهنجا في بورما أن نتذكر مسلمي الويغور أن نتذكر كل المبلومين والمهنجين أن نتذكر آلاف الأطفال الذين يموتون جوعا في العالم بسبب سياسات رأسمالية الشاشية الاستهلاكية بسبب انتصاص الدول الرأسمالية لخيرات وعرق الدول الفقير خاصة في إفريقيا أن نتذكر مع ريان وأن نذكر ناريان وأن نعلم ناريان وأن نرجع ناريان إلى إنسانيتنا أن نعيد كشاف إنسانيتنا مع ريان ومع قضيته فالله عز وجل أن تكون بداية لها ما بعدها وليس لحظة عاطفية انفعالية يعود الناس بعدها إلى عالمهم البئيس عالم الفرقة والسراء والكحن والشحن والتقاتل من أجل لمصالح الضيقة نعم ابقى معي فضلة الشيخ دعني فقط أنويها أن والد الطفل ريان كما رأينا الآن يقفان عندما ادخل النفق ترقبا لإخراجه وعلى ما يبدو أن هذه اللحظات التي ينتظرها الجميع ربما اقتربت كثيرا مسألة إنقاذ ريان وإخراجه من البئر التي سقط فيها منذ خمسة أيام أو أكثر قليلا منذ عصر الثلاثاء الماضي لعل هذه اللحظات التي رأيناها تكون إن شاء الله قبيلة يعني إخراج ريان دعونا نذهب لهذه الصور الحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لإلهة لإلهة إلا الله محمد رسول الله لا إلهة إلا الله اشتركوا في القناة 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 الله أكبر 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 أكبر الله أكبر أكبر الله 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 أكبر شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 البئر المظلم تم وضعه في سيارة مطلحة الإنعاش والمستعجلات برفقة والديه وتم نقله مباشرة إلى مكان تواجد الطائرة ومن ثم سيتم نقله إلى المستشفى إلى أي مستشفى هل لديك علم؟ ليس هناك تأكيد ولكن هناك تلات احتمالات المستشفى العسكري بالرباط أو المستشفى الجامعي بطنجة أو المستشفى ابن تينا بشتوان عند لحظة إخراج ريان من الحقيقة الكاميرات لم تكن قريبة منه هل شاهدت أي حركة لريان بشكل أو بآخر أمين أم لا؟ لا لأن كانت هناك رجال المطافئ يحملون ريان لم تكن الرؤية واضحة لنا حقيقة لم تكن رؤية واضحة لا يوجد أي تصريح رسمي بخصوص حالة ريان حتى هذه اللحظة أمين؟ لا يوجد حقيقة منتظر المسؤول عن عملية الإنقاذ صفر ريان مسؤول ليقضى والتتبع في هذه العملية ليزودنا بآخر المستجدات أو الطبيب الذي مشرف على صحته الآن هل استطعت أن ترى حالة والدي ريان الأب والأم كيف كانت الحالة أثناء إخراجه من البئر؟ نعم حالة والدي على مستوى الوجه يظهر بأن الأمر عادي ليس هناك بكاء وليس هناك حزن وإنما الأمر عادي ما كانت حالة رجال الإنقاذ؟ أنا وجدت احتفاء بهم من قبل الجماهير المتجمعة كيف كانت حالتهم؟ عن ماذا تحدثوا إذا كانت لديك معلومات؟ نعم تحدثنا مع طفوق من بين الناس كنصارين على العملية دي الإنقاذ وصرح بأننا اليوم يجب أن نفتدخل بالمملكة المغربية لأنها في ضرف 48 ساعة حققت المعجزة حققت الشيء الكثير وتحدث لنا بالأرقام عن الدور الذي فعلته المملكة خلال إزاحة هاليد جبل من أجل ابن ريان أمين نحن نعيد الآن أمين هذه اللحظة للحقيقة التي انتظرناها جميعاً تلت الخمسة أيام السابق لحظة خروج ريان من البئر وإدخاله بوسطة رجال الإنقاذ إلى داخل عربة الإسعاف مع والديه وكما ذكرت أنت منذ قليل عربة الإسعاف ستتوجه إلى إحدى المروحيات لنقله إلى أحد المستشفى هذه هي اللحظة البعض يراها تاريخية الملايين انتظروها حول العالم سواء في عالمين العربي والإسلامي حول العالم بشكل عام انتظروا هذه اللحظة الحقيقة لحظة صعبة ولادة كانت متعثرة للغاية لكن الله عز وجل الحمد لله أتمها على خير وخرج ريان من البئر الذي سقط فيه بعد خمسة أيام كاملة لا نستطيع أن نحدد ما هي وضاية ريان الصحية حتى هذه اللحظة ننتظر أي تصريحات رسمية في هذا السياق سنطلعكم عليها بكل تأكيد في اللحظة والتوى أيضا سنعرف بالتأكيد إلى أين تم التوجه بريانه أو إلى المستشفى التي سيتم إنزال ريان بها الاستكمال بالتأكيد العمل الصحي أمين الحالة يبدو كان هناك حالة فرحة عارمة في الموقع الحالة أثناء لحظة خروج ريان صفها لنا أمين الحالة أن الكل هنا تعيد بإخراج التفريان من البئر المظلم هناك احتفال برجال الوقاية المدنية على مجهوداتهم الجبارة وقبل هذا كان هناك احتفال بكل رجال السلطة عبر ترديد مجموعة من التحية لهم منهم الدرك الملكي والقوات المساعدة ووجهوا التحية الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس مصر لم يعلن عن أي مؤتمر صحفي بخصوص عملية الإنقاذ وكيف تمت والتفاصيل لا يوجد أي شيء في هذا السياق أمين لا ما زال لا يوجد إلى حد الآن أي شيء من هذا القبير لكن من المرتقب أن يعلن عنه في ساعات القليلة المقبلة أتكركم المشاهدين الكرام بإخراج طفل ريان بعد نحو خمسة أيام على سقوطه في بئر قرب مدينة شفشان المغربية جهود مضنية قامت بها القوات المدنية أو قوات الوقاية المدنية حتى استطاعت الوصول لهذه اللحظة وهي إخراج ريان من داخل البئر التي سقط فيها قبل خمسة أيام بعمق أكثر من 32 مترا حاولوا أو أدخلوا له بعض الغذاء وكانت هناك كاميرا نقلت لنا بعض اللقطات وهو يقوم بالتنفس داخل البئر وكانت على ما يبدو من خلال هذه الصور أن لديه جروح في وجهه لا نعلم الآن ما هي الوضعية الصحية لريان الحقيقة هذا ما ننتظره الآن أن نعلم ما الذي حدث الوضعية الصحية لريان نقل بواسطة عربة إسعاف كما قال أحد الصحفيين الآن إلى المروحية التي ستقله إلى أحد المستشفيات ليبدأ رحلة العلاج بصحبة والدي كما قال لنا أمين منذ قليل أن الوالدين يعني على الأقل لم يكن في حالة هلع أو ما شابه على الأقل هذه إشارة أن الحالة إجمالا إن شاء الله تكون جيدة حالة ريان هذه الصور تأتي ناحية ومباشرة وعلى ما يبدو ما يظهر بعيدا هو موقع المروحية التي ستقوم أو قامت بنقل ريان إلى المستشفيات دعونا نتابع هذه ستقوم بنقله المروحية ستقوم بنقله إلى أحد المستشفيات دعونا نتابع هذه الصور مشاهدين الكرام كما تشاهدون معنا نحاول نقرب لكم الصورة أكثر الكل في انتدار الطفل ريان كنسمعوا الصوت سيارة الإسعاف كنسمعوها الصوت ديالها وصل لنا سنضم إلى لحظات مشاهدين الكرام وكما تشاهدون معنا الاستعداد على قدم وساخ كما تشاهدون معنا هذا رجال الدارك الملكي في المقدمة في كي مشاهدي قناة عبير لازلنا معكم وسنواصل معكم هذا البت كما تشاهدون لحظات فيها الكثير من الوطنية فيها الكثير من الحب الوطن وفيها الكثير من الإخلاص لهذا الوطن الكل تجند لأجل انقاذ ريان وكما تشاهدون معنا وكما أشاهدون معنا كالناس اللي جاءوا من الصحراء من العيون من جميع المناطق المغربية جاءوا باش يكونوا بجانب رايان بالدعاء كنظن أن الفيلم مقدمة الدراجات الدرك الملكي مشكورين مشكورين كانوا 4 يام ومخدمين ليلة نهار بدون يعناء بدأني كالين أو ملاك كما تشاهدون لحظات كنحس بيها بالعسيزاز بالفخر بفخر انتماء إلى هذا الوطن الذي نحبه كثيرا مشاهدين الكرام كما تشاهدون معنا الضارك يعبر عن الفرحة الفرحة والعسيزاز للدارك الملكي بوصول الطفل رايان مشاهدين جريدة عبر وصول الدارك الملكي وسيارة الإسعاف في هذه الأثناء إلى الإلكوبتار المروحية كيف تشاهدون على الكل الفرحات الحمد لله على كل حال الحمد لله والسكر لله متبعي ومسايدين زردس عبر ستمنقل الأطفل الرايان إلى المستشفى في هذه الأثناء إن شاء الله بقوا معنا نشاهدوا هذا المسهد الذي يعبر عن الوطنية والتلاح من المغاربة الكل المشكور الكل المشكور رجال الدارك الملكي السلطات الوقاية المدنية كل من سهب في هذا اليوم كنا فرحة كبيرة بعد المعاناة دي الخمس يام أخ عبد الله كنا فرحة الأخ راشيد راشيد جد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال مشبعي ومشايد جديد تعبر وصول عطف الرايان إلى إلا هذه السيارة هذه السيارة التي كانت لكي مشتوك بيلا هذه السيارة التي خاصة بالنقل دي الرايان الحمد لله وصول سيارة الإسعاف تحت فرحة الحاضرين والكل يعبروا الفرح ديالهم والشكر ديالهم للمسؤولين والشكر ديالهم لكل من قام بإنقاذ الرايان شكرا 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 مشبعي ومشايد جديد تعبر الحمد لله وصول الطفلة الرايان إلى المروحية الذي يشم لقله في هذه الأتلاح إلى المستشفى العسكري بالريباط مكتشادي على صعب الله لا أعرض مصير الإسعاف ما هي كيف تنسى الإسعاف مشبعي ومشايد جديد تعبر هذه هي سيارة الإسعاف سيارة الإسعاف تصل إلى الملعب ب السبت توم مورت لنقل الطفل رايان إلى المستعجلات أو إلى المستشفى العسكري بالريباط أو سنية الرمل نحن معرفناها شفين ولكن الحمد لله على وصول الطفل رايان كيفما تشوفوا معنا الآن سوف تنقل ذياله في المروحية إلى المستشفى الحمد لله على كل حال الحمد لله وصول الطفل وصول الطفل وصول الطفل رايان كيفما تشوفوا معنا في هذه الأثناء سوف تنقل ذياله نتمنى من الله أن يكون حياً يرزق يكون لازال على قيد الحياة هذا الطفل يكون معجزاً إن شاء الله تشمناه بشكتروا من الدعاء ديالكم خشين بغاربة على المباشر وحصري نقل للطفل رايان بالبأ بالبأ الحبد لله والسكر لله رايان 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 لهذا المجهود الكبير والخرافي وهذا المعجزة الربانية لخروج الطفل رايان رايان كان اليوم بدعوات المغاربة كاملين 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 وكذلك الأشقاء العرب اللي كانوا مسبعين معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله كما تشوفوا معنا لحظات قوية وقوية بزاف توتق اللحظة ديال النقل الطفل رايان إلى أقرب المستشفيات بواسطة الطائرة الهيلوكوبتر كما تشاهدون معنا قناس عبر على المباشر من ملعب شاهدين سير بعد شوان وانا عاجب جدا وانا ملاقي ما أتلاح ممكن سير ليه سير ليه سير ليه سير ليه سير ليه ليه سير ليه بولا شوي احدا تشيري سير سير ليه سير ليه سير ليه سير ليه لك سير ليه سير ليه سير ليه كما نلعب مشبعي جريدة تعمبر خمس كما نلعب اشتركوا في القناة وإن إليه راجعون كم العادي صافدوا عادي كمك تشوفوا معنا شاهدين الكرام للأسف الشديدين لله وإن إليه راجعون التلفزيون المغربي يعلن وفاة الطفل ريان بعد خمسة أيام من بقائه داخل البئر الذي سقط فيه وبعد محاولات إنقاذه وإخراجه إلا أن التلفزيون المغربي الآن أعلن وفاة طفل ريان وجاء في بيان للدوان الملكي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أجرى صاحب الجلال الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وفته المنية بعد سقوطه في بئر بهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك عن أحر تعزيه وأصدق مواساته لكافة أفراد السرطة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا أرد لقضاء الله فيه داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلذة كبدهم كبدهم إذن مشاهدين الكرام التلفزيون المغربي يعلن وفاة طفل ريال والذي ظل موجود في بئر لمدة خمسة أيام بعد أن وقع فيه في عصر الثلاثاء الماضي وكانت هناك جهود كبيرة لمحاولة إخراجه الجهود واجهت إشكاليات كبيرة في طبيعة الطربة الهشة والعمق الكبير الذي وقع أو البئر العميق الذي وقع فيه ريال ينضم تنضم إلينا الآن الصحفية آسيا من الرباط آسيا البقاء لله ابتداء مساء الخير أطلعين على تفاصيل أكثر إذا كان لديك فيما يخص خبر وفاة ريال حقيقة نحن هناك حالة من الصدمة وحالة من الصدمة الكبيرة حقيقة كنا نستبشر أن يتلم إنقاذه وأن يكون دائما على قيد الحياة المغاربة كانوا يرتقبون بكل صبر وبكل حقيقة الوضع صعب جدا صعب صعب كنا نعرف صعوبة تواجد تحصل مسافة 32 مترا تحت الأرض لكن بالجهود التي تمت تمت من طرف سواء المحلية والمقايا المدنية كل هذه الجهود كانت تحيي الأمل فينا كانت تقوي الأمل وكنا فعلا كنا صراحة ننتظر هذه البشرة مع الأسف الشديد يعني مع الأسف الشديد لا يمكن إلا أن أقول بأن الوضع يعني هناك حالة من الصدمة حالة من الحزن الكبير مع الأسف الشديد كنا نود أن نفرح وأن نعلم وأن يعني نقول وأخيرا عاد ريان إلى أحضن مصراته ولكن يعني كما ورد في بلغ الدوان الملكي على أن أسلم روحه إلى الله إن لله وإن إليه رجعون حقيقة لا يمكن يعني معني هذا الوضع يعني نصعب التعبير مثل هذه اللحظات لأن كما رأنت كانت هناك حالة من الترقب الدولي الإنساني الذي حالة استبشر الأمل هو الخير في أنه سيبقى على قيد الحياة كما قلت بالنظر لكل الإجراءات التي تمت والجهود الكبيرة لإنقاذه شاء الله أن يأخذه ملاكا إليه نتمنى أن يرزق أسرته الصبر وإن لله وإن إليه رجعون رحمة الله عليه ورزق أهله وزويه الصبر وسلوان ابقي معي أسيا أمين البقاء لله كيف كان وقع هذا الخبر لديك وفي شفر وفي شفر نظرك الصعيق بلما استغفرنا خيرا أن رجال وقايا المدنية والسلطات قدمت مجهود كبير من أجل إخراج الطفل لكن للأسف كان خبر وفاته وخبر نظرك الصعيق الأجواء هنا حالة من الحزن وتنتهي الكريمة نعم رحمة الله عليه أذكركم شاهدين الكرام أن التلفزيون المغربي أعلن قبل قليل وفاة الطفل ريان عبر بيان رسمي أكد فيه وفاة الطفل أن ملك المغرب قام بمواسط الوالدين وأسرة ريان ريان بقي في البئر الذي وقع فيه خمسة أيام كاملة وقع في البئر في عصر الثلاثاء الماضي كانت هناك جهود كبيرة قامت به القوات المختصة لإخراجه إلا أن هناك إشكاليات كانت متعلقة بطبيعة البئر والعمق والأرض التي وقع فيها أو الأرض التي حالت دون الوصول إلى ريان بشكل سريع أسيا هي لحظات صعبة للحقيقة الناس كانوا يستبشرون بخروجه حيا لكن البقاء لله مرة أخرى هل لديك أي جديد هل هناك أي معلومات إلى أين ذهب إلى جثمان ريان الآن هل خرجت أي بيانات فيما يخص ما هو القادم مراسم تشيعيه أو دفنه أو مشابه أم لا حقيقة ليست هناك أي معطيات لحد الساعة من غير ما استجد فيما يثبت ببلاغ الدوان الملكي الذي أكد على أنه صوفي فكان يفترض على حسب ما تم بمجته وأن يتم نقضه من أجل أن يتلقى كل الإصعافات والعلاج الضرورية بالنظر لحالة العجل التي كانت يكون عليها بكل تأكيد لكن لحد الساعة ليست هناك أي تأكيد رسمي في هذا الوقت رئيس الحكومة المغربية يقدم تعزيم لعائلة أصف مريان وليست هناك لحد الساعة في حدود اللحظة التي أتكلم فيها أي معقر يرتبط حيث أين سيتم الدفن وكل ما سيكون قادما هذه الليلة لحد الساعة هذا ما يمكنني أن أوضحه الآن قلوبنا مع أسرته ومع ذوي ومع أهلنا في المغرب الحقيقة كان قبرا صادما للملايين أسيام يتجع حقيقة هل لمست وقع الخبر لديك في الشارع المغربي حقيقة أنا كان بودي مع الأسف كنت أود أن ألتحق لأنه كانت أخبار تروح بأنه سيتم نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط فكنت أود حقيقة أن ألتحق هذه الليلة لنتقاط مصرحة يعني يعني بقائه على قيد الحياة وننقل كل تلك المشاعر الفرح لكن مع الأسف الشديد يعني طبعا ذهبوا إلى هذا المكان هذه الليلة غير ممكن لأنه كما قلت أسلم روحه وباقي التفاصيل يعني التفاصيل ما سيأتي في هذه الليلة غير واضح لحد الساعة ليست لدي أي نبض الشارع ليست لدي ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة هناك حالة من الحداد هناك حالة من الحزن الكل مفجوع الكل مصدوم وجعنا يوم السورة لما وقعت الحادثة واليوم نتجع مرة ثانية مع الأسف الشديد فقضى الله ولكن يعني الحمد لله لكن بصراحة يعني كانت حالة صعبة جدا حالة إنسانية لأول لأول مرة في المغرب يعني نتابعه بشكل إنساني صعب صعب جدا يعني كانت المشاعر مختلطة كان الصبر وكان الأمل وكان الحزن وكان البكاء وكان كل شيء فمع الأسف أرده الله لأنه حقيقة يعني الظروف التي كان فيها والواقعة بكل تأكيد هي أليمة وهي صعبة ربما قاوم قاوم أكثر بجسده النخيف بعمره الصغير بكل ما يعني كان الله الله الوحيد الذي كان يعرف حالته ما حدثها لحظة تقوطه على الصرح هل كان ينادي يعني أن يحظر أمه أن يحظر أرده لا إله إلا الله والصرح يعني لا أعرف كيف أعبرها عن هذه الوحيدة لأنه يعني والجمعة 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 وكلها أمل ولكن اليوم يرجع إلى الأرض ولكن يرجع وهو عائد إلى ربه لا إله إلا الله أنا أحاول أن أدخل المعلومة ولكن حقيقة اللحظة هي إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من المعنى كان الله في العون كان الله في عونكم جميعا وفي عون أسرة وفي عون أهلنا في المغرب جميعا وكل من تابع معنا هذه اللحظة يا ربي أمين ابقي معي أسيا عاد إلينا أمين شطبة الصحفي من شبشوان أمين هل هناك أي جديد أي معلومات فيما ما بعد وفاة ريان وصلت إليك أم لا نعم يعني ماذا بعد هل إلى أين نقل جثمان ريان خصوصا أننا رأيت منذ قليل المروحية لم تغادر مكانها وبالتالي على ما يبدو أن ريان نقل إلى مكان قريب فهل لديك معلومات في هذا السياق جثمان ليس هناك معلومات رسمية وكافية لكن من المحتمل أن ينقل لأقرب مستسفى قريب من بيت العائلة بما أن توفي من الممكن أن يدفن هنا في قريته أذكركم مشاهدين أن الديوان الملكي المغربي أصدر بيانا أعلن فيه عن وفاة الطفل ريان وأعلن أن الملك محمد السادس قام بتعزية والدي وأسرة الطفل ريان بعد جهود استمرت لمدة خمسة أيام لمحاولة إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ خمسة أيام تحديدا عصر الثلثاء الماضي قلوب الملايين حول العالم تعلقت بهذا الطفل وبلحظات إخراجه لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون أميني على ما يبدو أن حتى يعني انفضل جميع في موقع الحدث أمين في هذه اللحظة يعني صف لنا المشهد لديك نعم الكل يغادر المنطقة الكل كان يسعى أن يغادر وهو فرح لكن الكل مظلوم الحزن على أعين الكل تسبق حرقة في قلوب الجميع غادرنا رايان رغم أنه قاوم وحاول المقاومة رغم أن الجهودات التي بدلت السلطات والقوة العمومية ورجال المطافع والخبراء والطبغرافيين لكن للأسف نفقده و نفقده حتى الكلمات في هذه اللحظة مع رحيل رايان نعم أنا أرى بعض الصور يعني هذه قبل قليل ليست صور مباشرة أمين بالتأكيد يعني لا يوجد أي معلومات حول اللحظة أو الوقت الذي توفى فيه رايان تحديدا لا لأن الكل كان ينتظر خروج رايان لكن بعد انطلاقة سيارة الإسعاف جاء الخبر لأنه توفية أمين ابقى معي عاد إلينا المفكر الإسلامي المغربية شيخ أبو زيد المقر الإدريسي أهلا بك معنا فضيلة الشيخ طبعا نعزيك في البداية البقاء لله ماذا تقول تفضل إنا لله وإنا إليه راجعون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الموت حق على الجميع أسأل الله عز وجل لوالده ووالدته وذويه وجميع سكان المنطقة وجميع سكان المغرب وبقية المتابعين والمتتبعين والمتناهفين الصبر والسلوان والعوض أسأل الله عز وجل أن يكون ما حصل لريان درسا لنا جميعا كي نعلم أن المسار واحد والمسار واحد والمسيرة واحدة وأن يذكر ريان بمحمد الدرة وبالطفل السوري الذي ولد غريقا على شطر أنطاليا وبكل أطفال القشف الهمزي الصهيوني على غزة وعلى قانا وعلى تلزعتر أن يكون لي هذه الوقفة الإنسانية الفريدة من نوعها مع ريان وأسرته أن يكون لها ما بعدها من تحرك الضمير الإنسان وضمير الإعلام لكي يركز على القضايا الجامعة للمفرقة القضايا الراقية والنبيلة لا الخسيثة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيرا من طيور الجنة يقدم يوم القيامة حتى يخرج أباه وأمه من طابور الحساب والانتدار وذويهم ويشفعه في سبعين من أهله كما نظلم في مثل هذه الحالات أسأل الله سبحانه وتعالى لكل الذين بدلوا جهدهم ولكن سبقت إرادة الله وسبق السيف العزل وسبق الأجل الأمل أسأل الله لهم الجزيلة المتوبة وجزيلة الأجري من حفر ومن غامر ومن سهر ومن حرس ومن مول ومن أمن ومن عرف ومن أوصل ومن قام في الإعلام على تعريف بهذه القضية أسأل الله لهم جميعا العواد في الأجر من الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا هناك فضيلة الشيخ وأنت التحدث كنت أتابع وسائل التواصل في أعلى الخبر وفاة ريان الصدمة طبيعية ومتفهمة ومتقبلة في مثل هذه الأحوال رغم أن الموت حق ونحن نعلم أن الوضع الصعب الذي كان عليه ريان في هذه الساعات الطويلة الممتدة بردا وجوعا وظلمة وجروحا ومعاناة بدون طعام ولا شراب إلا محاولة إيسر الأكسجين إليه أن النتيجة قد تكون قريبة من الموت لكن الجميع رفع منسوب الأمل بصمود هذا الطفل وتشبته بالحياة ومقاومته لأسباب الموت التي كانت محيطة به من كل جانب ومع الجهد المبدول ماديا وتقنيا وإعلاميا صاعد منسوب الأمل الجميع كان يتمنى نهاية سعيدة ونهاية السعيدة كانت هو أن يخرج حيا ثم يتعافى ولو بعد عين ثم يعود إلى وضعه الطبيعي ولو بعد مدة طويلة والدولة والمسؤولون وكل القائمين الذين بدلوا كل هذا الجهد في إخراجه كانوا مستعدين بالطبع لبدل جهد أكبر في رعايته وفي إرجاع إلى وضعه الطبيعي ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نتيجة هكذا والحمد لله على كل حال الحمد لله الذي لا يحمد على مقروه سواه الصدمة شيء طبيعي وشيء مترقب لكن نبينا علمنا أن نقول كما توفي ولده إبراهيم وهو أصغر سنا من رايان فقال إن العين لتدماع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا نعم فضيلة الشيخ الحالة التي أحدثها رايان لدى الملايين المتابعين وبالعودة لها مرة أخرى وأنت كنت تحدثت عنها قبل قليل سيكون لها أثر بشكل أو بآخر أعتقد لدى الناس لدى أن يقوموا بمتابعة الأطفال كل رايان في البلدان الأخرى رايان سوريا وريان العراق وليبيا واليمن إلى آخره هل تعتقد ذلك فضيلة الشيخ؟ لا أعتقد ولكن أتمنى لأن الإعلام الذي أوصل إلينا قصة رايان وتابعها وعلقنا مشدودين من أعصابنا هو نفسه الإعلام الذي يوالي علينا صورا ويوالي علينا أحداثا ويوالي علينا مشاغل سرعان ما تنسينا من قبل عندما يقرأ الإنسان كتاب جيري ماندر أربع مناقشات للغاء التلفزيون أو يقرأ كتاب التلفزيون وآلية التلاعب بالعقول لبيير بورديو عندما يقرأ كتاب الهيمنة أو البقاء لنوان تشونسكي يعرف كيف أن التلفزيون الذي يوصل إلى الحقيقة هو الذي يطمرها تحت تراب من الحقائق المتتابعة الناس أصبحوا الآن معلق الأعين والأعصاب ومتابعين لهذه الأجهزة الحديثة التي من التلفزيون وما بعد التلفزيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي نخشى أن ننسى ريان وأن ننسى ما بعد ريان وهو هؤلاء الذين ذكرت أطفال المجاعة في إفريقيا أطفال العطش في دول إفريقيا الساحل والصحراء أطفال الاحتجاز في الروهينغا أطفال القتل والتعديم في الهند وكشمير أطفال الاعتقال في فلسطين الذين تكلمت عنهم حتى قلوب الحجارة مثل منظمة الأمم المتحدة وأن أعتتها إسرائيل بمعادات سامية لما تكلمت عن الأطفال في 2020 فقط أكثر من 600 طفل وامرأة في سجون الكيان الصهيوني بعضهم ربع أتمنى كما هز وجداننا محمد الدرة لشهور بعد الحادثة المشهورة له ثم هز وجداننا الطفل السوري المنكفع على وجهه على المياه الشاطئية في أنطاليا أن أيضا يستمر ريان في قرع أحاسيسنا المتبلدة أحيانا وأن يرجع لنا ذاكرة المتقوبة أحيانا وأن يرفعنا إلى مقام الإنسان الذي ننساه فنشتغل أحيانا في وسائل التواصل بالتنمر على بعضنا البعض عنصريا وطائفيا ومذهبيا وسياتيا حسبوا ريان وأسرة ريان أنهم كانوا السبب في هذه الحالة الإنسانية المشرائبة التي انخرطت فيها العالم كله بمختلف تلويناته العرقية والدينية والمذهبية والثقافية واللغوية ما الواجب الآن على كل من تبع هذه القضية وتعاطق مع تجاه مأساة أطفال يعني على عشرات الألالف أو مئات الألالف من الأطفال في أماكن أخرى يتعرضون لمثل ما تعرض له ريان رحمة الله عليه ما الواجب الآن فضيلة الشيخ فقط الاهتمام فقط الدعاء أم أمور أخرى كل حسب موقعه وكل حسب إمكاناته وكل حسب مسؤولياته نستطيع أن نفعل الكثير لأطفال البرد من جمع الملابس لأطفال الجوع من جمع الطعام لأطفال المعاناة والاحتجاز من الاحتجاج أضعب شيء الهاشتاغات والاتصال والضغط وجمع التوقيعات لا ننسى أنه في السنة الماضية عشرين ألف طفل مسلم في السويد وحدها يختطفوا من آباء مؤماتهم بمسببات واهية ويتعرضون الآن عند الشوثيال كما يسمونها لمعاملات مهينة ينصرون وبعضهم تبت الاعتداء عليه جنسيا وبعضهم انتحر وبعضهم استطيع أن يشرب فيديوهات تقطع القلب للحظر الجلمود اليوم نستطيع جميعنا دولا وبرلمانات وأحزاب وقنوات إعلامية ومواقع إلكترونية ومواطنين عادين أن نفعل الكثير حتى نفضح مثل هذه الممارسات وحتى نعري مثل هذه الأوضاع وحتى نكشف الأسباب كنت مرة في أوروبا واستمعت إلى فتاة فخاجلت من نفسي كانت تقول إنها تحرم على نفسها شراء أي منتوج من شركة نيسلي لأنها تهدي لأمهات إفريقيا حليبا مجففا مجانا لمدة من الأسابيع إلى أن تجفت داءهم ثم بعد ذلك تطار بهم أن يشتروا بعد أن تكون قد عودتهم الهبة فيعجزون فيموت أطفالهم الذين لا يرضعون حليب أمهاتهم ولا تستمر نسلي في إداءهم حليبها المجفف مثل هذا الحس مثل هذا الوعي المقاطعة الاقتصادية المواجهة الإعلامية التحسيس الإنساني الجمع التبرعات الضغط السياسي كل هذا يستطيعه الأفراد وتستطيعه المجموعات وتستطيعه الدول وتستطيعه المنظمات وتستطيعه الحركات الإسلامية وتستطيعه الهيئات الإعلامية لكن للأسف الشديد نحن قومون نتحرك عاطفيا في مرحلة في محطة في موقف ثم بعد ذلك نعود إلى غفلتنا وتفرقنا وإلى اهتماماتنا الصغيرة فضيلة الشيخ أبو زيدة المقرأ الإدريسي المفكر الإسلامي المغربي أشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر الهاتف من المغرب وأذكركم مشاهدين الكرام أن الدوان الملكي المغربي أعلن وفاة طفل ريان بعد خمسة أيام من بقائي داخل البئر التي سقط فيها منذ عصر الثلاثاء الماضي عزاؤنا لأسرة ريان عزاؤنا للشعب المغربية عزاؤنا لكل من تبع هذه القضية وتفاعل معها عزاؤنا للجميع إن لله وإن إليه راجعون التوطية مستمرة وبعد قليل سيستمر أو سيكون معكم زميلي عمر فياض ابقوا معنا نغاو موسعو أنه العملية في نجاح هو لحد الساعة أنه ريان حي يرزق يعني ذي بشروا سقام شاقي توفى لك نتأكد خاصة تستار ريان ما زال يدار إذن دوني تنتظر المكان إن إزيط صفغن ريان بسرس كورتل بنواحي مدينة شكورتل بعد قليل وبعد إخراج الطفل ريان بإذن الواحد الأحد وبعد دعوات المغاربة أجمعين سقبل الله دعاء المغاربة اليوم وأنقض الطفل ريان بعد خمسة أيام عشنا متواصلة معكم خمسة أيام من المعاناة المتواصلة اليوم الفريق تيقني والفريق للمسح التبغرافي والمهندسين وكل كان حاضر اليوم استطاع أن ننجح بروح وطنية بشجاعة لمساعدة لها رغم الظروف التي نحن حاضرين فيها أن هذه المنطقة وائرة ومنطقة جبلية وائرة حتى يسب الوصول إليها بعد الفرحة الكبيرة سيتم وصول الطفل ريان تقريبا حوالي وقت قاسير ويتم الاتصال مباشرة شكرا لرجال دارك الملاكي القوات المساعدة جميع السلطات المحلية التي قامت بالواجب كبير وزادت لأن اليوم حياة الطفل ريان كانت رمز كفاح ورمز نضال ورمز سعاون الجميع مشاهدين الكرام أنتم معنا المباشر طيلة الخمسة الأيام الماضية كنا عشنا معكم لحظات صعبة ولكن الحمد لله تم الفرج وتم إنخاذ الطفل ريان والآن سيتم نقله مباشرة من المنطقة اللي خرج منها إلى ملعب هنا دي السلطات كما تشوفوا معنا في استعداد طاقم مسكوين من فريق طبي وكذلك مجهز وسائل الإسعاف جميع الوسائل مجهزة هنا يتم نقل هذا الطفل للعلاج في أقرب مستشفى الأخبار سقول ابن سينا بعد الأخبار كسقول المستشفى العسكري ولكن ما عدناش لأكيد لكشحنا معكم معنا المباشر ما هي إلى لحظات أو دقائق معدودة لأن المنطقة وعراء باش يخرجوا من ذلك البلاسة خاصة الأقل حد 15 دقائق ومن ثم باش يوصلوا للمكان سووا منطقة فهمون على الجاس خطيرة نتمنى أن الأمور سوصل بخير وعلى خير كما تشاهدوا معنا مباشرة تجهيزات وكذلك تجهيز طائرة سهيلوكوكتر خاصة بالإنقاذ والتوصيل نعتدر مرة أخرى ونعود إليكم من جديد للسعدادات جارية على قدم وساق لنقل الطفل غريان بعد سم الحمد لله مجتوران تم من نقل غريان الحمد لله تجهيز لحظة كم تاريخ يو الحمد لله يوضن غريان إذن مشاهدين نستكمل معكم التخطية لهذا الخبر الذي أحزن الملايين الذين انتظروا خلال الأيام الماضية خروج الطفل ريان سالما ولكن الخبر المحزن بأنه توفاه الله قبل أن يخرج إلى كل الملايين الذين انتظروه وإلى والديه إذن مشاهدين هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة الآن هي قبل قليل اللحظات أثناء خروج جثمان الطفل ريان قبل إعلان وفاته مشاهدين نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة الآن لنسمع منكم معنا إذن أول اتصال رشيدة من المغرب رشيدة السلام عليكم أهلا بك رشيدة كيف تبعت هذا التطور في الخبر وخروج ريان ثم الإعلان عن وفاته أولا كان قدم التعازي لكل العائلة الصغيرة والكبيرة وكل الأمة الإسلامية التي كانت تتابعة الحادث مباشرة من جميع أنحاء العالم سوى من البلدات العربية الإسلامية أو البلدات الأوروبية أو الأمريكية بصراحة كنا كانت بفارغ صبر بعد خمسة أيام أننا سنستقبل ريان إن شاء الله بالدعوات نسع العالم كامل أنه يكون بخير وعلى خير بصحة جيدة كنا كنا كان قدره صعوبة الموقف الذي كان فيها هو في البئر وهو الطيف الصغير في الحالة جسمانية وليس لتحمل المسافة التي سقطت منها أو الطبيعة الحالة كيف كان طيح فيها لمدة خمسة يام بالعطش بالجوع بالخوف بالبرد في هذه الحالة وسمح لي يعني ما كانت سهلة ولكن أمنا في الله كنا ندعيه وكنا نصلي وكنا ندعيه من الله أنه يقف معا أنه يبين لنا شي شي دعوة تستجب لنا ما مكتبش الحمد لله بالجهود جميع الطاقة من من البومبيين من الجون داغ من الكبير من الصغير من العائلات التي يعرفون من التي لم يعرفون كانوا حاضرين بجواسهم كانوا يدعيه وكانوا يسبحوا وكيكبروا يغرزوا أمال في الشعب الذي تماما معهم وفي الشعب الذي لم يحاضر معهم بقلبنا على اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في التلفازة نبهشت من الكتب الجزيرة على طول هذه الأيام كاملة كانت كتبت الخبر مباشرة والبتل مباشر مثل الحدث كتشفت أن العالم العربي والعالم الإسلامي بسفة عامة من جميع أنحاء العالم كيتاب هذه القضية هذه كتشفت باللي المغرب حاجة بسيطة التي تقدر توقع في المغرب كتأثر في العالم الإسلامي إحنا يا أمة جمعنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يوجد فرق ما بين مغربي أو جزائري أو تونسي أو ليبي أو سينيغالي كنا مسلمين كنا نشهد بلا إله إلا الله كان عملنا في أنه يبقى حي مكتب شربي يبقى طير في الجنة كان اسمنا ومالله الله يرحمه وندعو أيضا لوالديه بأن يربط الله على قلبيهما نذهب الآن إلى إسراء من الدوحة إسراء كيف تبعت هذه القصة منذ بدايتها إلى حين خروج جثمان ريان أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن عيوننا وعيون العالم المتابع لا تدمع وأن القلوب لا تحزن ولكن لن نقول إلا وليصيبنا إلا ما كتبه الله لنا أولا عزاؤنا لأسرة ريال ولشعب المغرب وكل الشعوب ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسنوات كنا نتابع وكنا نتمنى أن يخرج حيا أن يكون سليما معاصى ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني حرفيا كلنا كنا نتابع عن كثير ما ما سيحصل وكنا ندعو وندعو الله وندعو الله بأن نخرج سالما والحمد لله وكذلك كنا نتساءل كيف كان حاله كيف كان حاله وهو تصل الصغير وحيد كيف كان يناجي وكيف يعني كيف كان يشعر وهو التصل الصغير يعني الله الله وحده أعلم بحاله حقا نسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسنوات وأن يلهمنا جميعا يعني كنا نتابع و لا بد من لا يقول تخرج من محاجرها ولكن الحمد للعلى كل حال يعني حرفيا كنا نتألم لأنه طفل صغير لا نعلم كيف كانت حالته كيف كانت وهو حي السراء نسأل الله أن يفضل أهله وقلوبنا أيضا بجانب مشاعرك لوالدين نذهب إلى الدكتور حسام صحراوي الطبيب المختص بي على إنعاج إنعاج الأطفال دكتور حسام هناك أسئلة كثيرة يريد الملايين أن يعرفوا إجابة عنها هل كان لطفل ريان أن يخرج بعد هذه الخمسة أيام الطوال أن يخرج سليما معافى على قيد الحياة أم هذه نتيجة متوقعة حتى لو كانت نتيجة متوقعة فهي مؤلمة لمن انتظر على مدى الخمسة أيام خروج ريان وضح لنا أكثر الحالة الصحية التي كان ربما سأخرج علي إن كان حيا السلام عليكم لا أستطيع أن هذه النتيجة كانت متوقعة لكن خمسة أيام هي حقيقة بالنسبة لطفل الصغيرة هي صعبة حيث أول حاجة التي يقدر يعني منها هو انخفاض سكار في الدم وانخفاض سكار في الدم عند أصفال صرار هي من أسباب الأولى التي قدروا تكون في سبب في الموت ديالو هذه الحاجة الثانية هي الخفاض نسبة أكسيجين وارتفاع نسبة التونية أكسيدي الكاربون وزيد عليها حتى الصحق العضلي لكي قدر يعطي ارتفاع مادة البوتاسيوم في الدم ومع القصو كالاوي تقدر تكون سبب في الموت ديالو هذه نتيجة غير متوقعة لأن لم يكن أن توقعها قبل ولكن هذه هي الأقدر لم يخرج أطباء يتحدثوا بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع دكتور حسام كانت الأمال كثيرة الملايين حول العالم ليس فقط في المغرب حتى أنا كمتابع أو صحفي متابع لهذا الموضوع كان لدي أمل أن يخرج ريان حيا من هذا البئر لماذا ترك هذا الأمل للناس إذا كانت هذه الأيام صعيبة كما وصفت على طفل عمره خمسة أعوام هي أيام فعبة ولكن الأطفال صرار عندهم واحد القدرة على التحمل وخاها حساب التجربة التي كانت لدينا كان نلقا الضغف بحال هكا ولا نوبا تكون قل وكتلقى أن الأطفال عندهم واحد تجاوب الذي سريع إذا بدأت انشار والتخيط لزمال العلاجات حساب لا تقدر تقول أمال كانت غير الدربات التي كانوا عندهم في 2000 كانوا الدربات واشفراس واشفتصدار واشفهد كان بزاف لحواج لا تقدر تقول أن ما هي فيهم لي ربانصاب كان الأمل لا ما كان ما تقدر تقول أن تقطع الأمل من الأول طيب كان بزاف العوامل يخبرون في الموت ديال طيب يعني بحكم معرفتك وخبرتك كطبيب مختص في إنعاش الأطفال ما هي الأليات الطبية التي من المفترض أن تتبع مع هذه الحالة للحفاظ على حياة الطفل لمدة أطول يعني العالم مليء بهذه الأبار ربما تكرر حالة كهذه أبعض الله الشرع عن أبناء الجميع ولكن في مثل هذه الحالات ما الذي يجب أن يتبع مع الطفل يبعو 30 متر في باطن الأرض ولا يمكن إيصال الماء ولا الغذاء له حتى لو تحدثنا على سبيل السكريات والأطفال يحبونها ينخفض منسوب السكر في دم الطفل كيف نتعامل مع هذه الحالة يعني الناس كانوا يتساءلون كيف يتغذى هذا الطفل كيف يشرب هذا الطفل كيف كان يعاني ما الإصابات التي عانى منها أسئلة كثيرة كانت في ذن من يتابع خلال خمسة أيام هذه الحالة برأيك ما الذي كان يجب أن يحدث ولم يحدث ما رأيك ما 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 كان الخير والأخير الذي يريد أن يتعاونه من غير أنه يعطيه الماء الماكلة والسكريات والسكريات الذي يريد أنه لا يخرج هذه الحالة لا يخرج لأنه يمكن أن يكون تنفس صناعية وأنه أن يكون حواج أما الداخل في عنقل 30 متر لا يمكن أنه لا يمكن أنه بطليه الأكسيجين بطليه السكار وماء أما الداخل على 30 متر وأنه سعيد بزيار تقريب المستحيل يمكن أنه شيئا ما يمكن أنه من يخرج هو هذه الحالة تبدأ 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 سؤال أخير يتبدأ إلى ذهن الكثير ما المتوقع المدة التي مضت على وفاة ريان في الحالة الطبيعية أو بالقياز الطبيعي لا نستطيع أن نقول ما هذا المدة لأنه يجب أن نرى ما كان لديه وعي المنسوب السكر في الدم والوكسجان في الدم يمكن أن يكون السبب الذي يكون لا يموت ولكن المدة لا نستطيع أن نقوله بزاف العوامل التي يدخل العمر وشحال البنية وشحال ستوك وغزر الذي لديه السكر في الدم في الدم حيث لم يكن أنه كان يعيش يعني أنه لم يكن لديه شيء ضرب الذي ممت في الدم في الدم ولكن هذا يزاد بزاف العوامل لأنه يكون مؤدي لا يزاد أحد أخر لا يمكن كل واحد في حد شكرا لك الدكتور لا يمكن أن قبل أو لا شكرا لك الدكتور حسام الصحراوي الطبيب المختص بإنعاج الأطفال إذن مشاهدين أحاول أن أقرأ عليكم البيان الذي خرج على الإعلام المغربي الحكومي والذي يقول على إثر وهو البيان التابع للدوان الملكي المغربي حيث الملك محمد السادس عز والدي الطفل ريان على إثر الحادث الموجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام وسيد وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وفته المنية بعد سقوطه في بئر هذا كان بيان من الديوان الملكي المغربي إذن أعود لاستقبال الاتصالات من الجمهور معنا إيمان من تونس إيمان انتظرت كثيرا على الهاتف أريد أن أسمع منك المشاعر التي لديك الآن بعد انتظار خمسة أيام ثم خرج الطفل ريان توفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلا انتظرنا خمسة أيام تمنينا أنه يطلع الطفل العيش وتفرح أمه أبوه به من نجم نقوله كان إن لله وإن إليه يراجعون وما هو كان هو فما ياسر أطفال العرب قاعدين يموتوا كل نهر كل يوم فما مئات الأطفال المسلمين العرب قاعدين يموتوا ونحن لا نسمع بهم نجم كان يقوله إن لله وإنه إليه يراجعون والله يصبر أمه أبوه خلال الأنجام الخمسة الماضية أستاذ إيمان ما الأمان التي كانت لديك أو ما الذي كنت تتوقع كنت نتمنى أنه يطلع على بس كنت نتمنى أنه يطلع على بس أنا عندي ابني عمره التسعة شهور خمس أيام وأني شددته بحظة معنا أنت نحمل فيه ونبوس أحس أحساس رهيب أني أقول كان مساكنة أمه مسكينة أمه نحن العالم العربي لكلنا ننسا شهور كان أم مساكنة وإن ترا حفرة تتذكر ولدها معتها من التراب بش يرجع للتراب من حفرة بش يرجع الحفرة أخرى مأسات كبيرة هل من كلمة تريد أن تواجهها لوالدة الطفل أنت كأم كان لديك مشاعر قوية خلال الفترة لم يكن حتى كل ما ينجم يواسها كان إن لله وإن إله يراجعون وتخمم أنه نهار آخر هذا كش يدخلها للجنة ثم حتى كلام تنجم تصبر أم على وفاة ولدها تعلن إن لله وإن إليه يراجعون والله يرحم والله يصبر أم أبوه نعم شكرا إيمان أذهب الآن إلى الدكتور أمال خالد مندوب وزارة الصحة في شفشاون التي وقع بها هذا الحادث دكتور أمال ما الذي يمكن أن تطلين عليه من معلومات في هذه الدقائق الحارجة التي يتابع فيها ملايين حول العالم مجريات الوضع هناك شكرا سيدي ما يمكن أن أقول هو أن مرحوم ولد ريان كان جميع مسؤولين من قطاعات المغريب يعني في مجهودة جبارة طيلت أكثر من 14 أيام و قطاع الداخل قطاع الصحة طارق الملاتين والمساعدة الوقاية المدنية أنا كنت عين مكان منذ البداية و مع عملي الخط الدكتور أمل إن كنت تسمعني أو ما زلت معي على الخط أريد أن أعرف منك هل كانت لديكم معلومة عن حالة ريان متى توفي ريان هل كنتم تتوقعون أن يخرج متوفى أم ما هي المعلومات كانت متى علمتم أو تأكدتم من وفاته دكتور أمل أعيد عليك سؤال مرة أخرى متى تأكدتم من وفاته إذن فقدنا الاتصال مع دكتور أمل خالد سنحاول الاتصال به مرة أخرى لنتعرف على تفاصيل أكثر عن وفات ريان نذهب إلى يونس من المغرب المتصل يونس أستاذ يونس كيف تابعت هذا التطور الخبري في قصة ريان بعد وقوعه في البئر لخمسة أيام ثم خروجه متوفى نعم والله تلقينا نبأ وفات الطفل ريان بصدمة كبيرة والله يعني أنا كان عندي إحساس أن الطفل ريان ليس يعيش خصوصا باش يده والده للبلاصة باش يشوف اللحظات الأخيرة يعني كان عندي إحساس يعني الطفل الشهيد يعني المعجز ريان يعني يكون مات خصوصا بعدما قام أحد الضارك يعني المالكين يعني طالب من الشمهور يعني يقول لهم الناشي الوطني أدركت بأن يعني صافي يعني الطفل ريان قد توفي طيب يونس ما الذي جعلك تشعر بأن ريان لن يخرج على قيد الحياة والله أول شيء هذا قضاء الله الله سبحانه وتعالى عندما يعني أي واحد يعني يخرج من بطن أمة يكتب له يعني خصان أنا عندي يعني أولاد والله البارح يعني بنت الصغيرة يعني نايمة بجنبي يعني وأنا يعني جالس مع بنتي والله حسيت يعني مع الأبوة يعني وتفكرت يعني الطفل يعني يعني ريان والله شكرا لك يونس أذهب إلى حبيب من السعودية حبيب كيف تبعت هذه اللحظات التي شاهدناها على الشاشة لخروج جثمان ريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون لا نقول إلا ما يرضى الله ريان حبيب ملياري مسلم ريان شعل الروح فينا والوحدة والذكاتف وارجوع الأمة إلى أصوله نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره لا نقول إلا ما يرضى الله لا نقول إلا ما يرضى الله إنها كانت فاجعة وقلنا نمل النفس برؤيته حية ولكن ذكراه موجودة حتى تقوم الساعة وحد الأمة وحد مليون يدعون له والحمد لله رب العالمين أحيى فينا أحيى فينا أحيى فينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع على الحق مجتمع على الخير إن شاء الله ريان ريان ونطلب من من منظر الجزيرة من غناة الجزيرة أن تعمل محطة للأطفال غناة للأطفال بإسم ريان بإسم ريان بإسم ريان ريان هو باب في الجنة يدخل منه الصايمون فإنه ريان إنا لله وإنا إليه رجعون نرجو لأ والديه الصبر والسلوان الصبر والسلوان هذا الفجع ليس فجع أمة وابوه بل فجع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مليار dedi مسلم يدعون له ليلاً رهار أطفالاً وشيباً وكباراً إنا لله وإنا إليه رجعون لا نقول إلا ما يرضي الله رب العالمين إنا لله وإنا إليه رجعون لا نقول إلا ما يرضي الله وصلت مشاعرك حبيب من السعودية أذهب إلى رضا من السودان رضا كيف تبعت هذه اللحظات الحزينة على الكل كل من انتظر أن يخرج ريان حيا وإذا به يخرج متوفا كانت لحظات محزنة حين مات ريان كنت أأمل أن يخرج حيا ولكن للأسف والحمد لله وإن لله وإن عليه راجعون رضا كم عمرك رضا؟ أنا عملي عشر سنين نعم ريان هل تبعت خلال الأيام الماضية وشاهدت كل اللحظات أثناء محاولة إنقاذ ريان؟ أيها ما الذي كنت تشعر بك؟ كانت واجهة صعوبات شبيبة كنت أأمل أنه بس إخر السالم بس الحمد لله هذا غضاه وغضرت رضا ما أقول لك هو أن تنتبه لنفسك دوما وأن تكون خير مثال لمن هم في سنك ولمن هم أكبر منك ولمن هم أصغر منك شكرا لك على هذه المداخلة وعلى كلماتك ستصل بالتأكيد إلى أهله حين يستمعوا لكلماتك رضا من السودان كان معنا الطفل ذي العشر سنوات أما الآن أنتقل إلى رأفة الصحفي السوري المقيم بسويد سيد رأفة كيف تابعت خلال الفترة الماضية التغطية الإعلامية والصحفية لهذا الخبر حتى خروج الخبر بالبيان الرسمي من الديوان الملكي المغربي بوفاة الطفل ريان حقيقة في البداية نعزي أنفسنا ونعزي أشتعب المغربي ونعزي أهل الطفل ريان الذي هو في الحقيقة طفل من أطفالنا نحن كنا نتابع ما جرى في هذه الأزنة منذ خمسة أيام منذ يوم السلساء في الحقيقة أغلب أوقاتنا كنا نجلس مقابل التلفاز أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة ما يجري من تطورات في خضية الطفل ريان فيه الحقيقة عشنا لحظات ملؤها الفرح وملؤها الترقب الشديد بفارغ الصبر خصوصا في تلك الساعة الماضية التي كنا نتابع ما يجري رأفت إبقى معي أقرأ هذا العاجل رئيس الحكومة المغربية عبر الفيسبوك يقول نشعر بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة والأمل في الوصول إليه حيا هذا العاجل عن رئيس الحكومة المغربية عبر صفحته على الفيسبوك أعود إليك رأفت رأفت لدي سؤال يعني أنت كصحفي وأنا أيضا كصحفي كنا على أمل أن يخرج ريان حيا هذه الحالة التي شعر بها الملايين ما دور الصحافة فيها؟ هل كان على الصحفيين أن يعطوا الجمهور أو يشعرهم بأنه هناك حالة ربما أن يخرج ريان وهو ليس على قيد الحياة المتوفى خاصة أن كل التخوفات كانت من الانهيارات الرملية أو التحركات في التربة لم يتحدث أحد عن أنه ربما يخرج وهو ميت بعد هذه الفترة الطويلة التي قضاها على عمره الصغير حقيقة بناء على سؤالك أخي الكريم نحن كصحفيين لدينا الشرف المهني يلزمنا بنقل الصورة كما هي حتى لو كانت مأساوية كما يحصل في سوريا أو بشتى دول العالم نضع المشاهدين في الصورة الحقيقية لكي يتسنى لهم أن يعيشوا الموقف كما هو وحقيقة لغاية اللحظة لم يتم التأكيد على أن الطفل ريان أخرج حيا أم ميتا من داخل البير لكن في الحقيقة أنا أريد أن أنوه لشيء مهم جدا نحن كسوريون نحن كسوريين ربما نحن أقدر على تقدير ما يشعر به أهل الطفل ريان نحن عايشنا هذه اللحظات ميران وتكرارا إن كان في القصف إن كان في الكيماوي إن كان أطفال ماتوا تحت الركام أطفال ماتوا بعد أن كانوا على قيد الحياة اليوم أو ليومين تحت الركام وهذا الشيء يجعلنا أكثر هو شيء مؤلم أن يتكرر مع الأطفال بهذا الشكل ولكن دعني أسألك سؤال أخير عن صحافة منصات التواصل الاجتماعي من أخذوا على عتقهم أن يلعبوا دور الصحفيين خلال الفترة الماضية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ما تقييمك لدورهم هل كان إيجابيا هل كان سلبيا كيف تنظر له الحقيقة كل الجهود تشكر كل الجهود الرامية لنقل الصورة الحقيقية لما يجري من آخر التطورات في قضية طفل ريان مشكورة لكن في نفس الوقت يجب علينا الحذر من كثير من الصفحات أنت تعلم أخي الكريم نحن كصحفي نتابع آخر الصفحات الصحفية والقنوات الإخبارية وما شابه ونصطدم ببعض الصفحات المزيفة يعني كمثال أنا شخصيا قرأت كذا خبر مباشر منذ ثلاثة أيام منذ يومين على أن الطفل أخرج حيا وهو في صحة جيدة أخرج من البئر يجب علينا الحذر الحقيقة الميديا والصفحات التواصل باجتماعي سلاح ذو حدين لذلك يجب علينا الحذر دائما من هذه الأخبار الحقيقة في النهاية أحب أن نقدم تعزيل حارة في البداية إلى أهل الطفل ريان نسأل الله لهم الصبر والسلوان وإلى الشعب المغربي الطيب ونقطة أخيرة أيضا أن قضية الطفل ريان ألفت قلوبنا ألفت قلوبنا كعرب للمرة الأولى هل تلاحظ معي أخي الكريم أنها ألفت قلوبنا يعني أغلب الوطن العربي يجلس أمام التلفاز وأمام منصات التواصل الاجتماعي ويتابع بشغف نتمنى ونسأل الله أن نقف دائما يد واحدة في وجه أي شيء من شأنه أن يعكر طفلنا أو يفرقنا نحن كعرب شكرا لك رأفة الصحفية سوريا المقيم بالسويد وأذهب الآن إلى المتصل محمد من المغرب محمد تعازية شخصيا لكل أهل المغرب في هذا الخبر المحزن وأسألك عن متابعتك خلال الفترة الماضية الأيام الماضية الصعبة أو صعيبة كما تقولون بالمغربي إلى أن خرج جثمان ريان نعم عزونا واحد في هذا المصاب الجلل الذي لا رد لقضاء اللعيفي وما نقوله إلا ما يرضي الله تعالى بالنسبة لأولا أود أن أتوجه بخالص تعازي إلى قاطبة الشعب المغربي إلى أسرة الفقيد إلى الشعب العربي وكذلك إلى ثانية جمعاء وبالموازات أود أن أرسل رسالة شكر خاص لقناة الجزيرة المباشرة التي جعلتنا في صلب الحدث ومن داخل الحدث نتابعه نقطة بنقطة وسطرا بسطر وهذا دفعنا إلى استنتاج واحد أن الشعب العربي من المحيط إلى الخليج ما يجمعه أكثر مما يفرقه وكذلك الإنسان يتجمع ريان بأته الله لتحقيق هذا الإجماع طيلا روحه صعدت إلى الله ولكن ترك لنا رسائل إن على المستوى الداخلي أو على مستوى العام أو على مستوى الوطن العربي على مستوى الوطن العربي فهي دعوة صارخة من براءة إلى لم الصفوف وتحقيق الإجماع الذي عجزت عنه المؤتمرات واللقاءات والمفاوضات عجزت عنه مباريات كرة القدم عجزت عنه الرسائل عجزت عنه مجموعة من الأمور عجزت منه القضايا العادلة لشعوبنا التي ترضح تحت الظلم والعدوان أطفالنا في اليمن أطفالنا في فلسطين أطفالنا في العراق أطفالنا في كل بقاع الوطن العربي إذن قلت بأن هذه الرسالة حققت الإجماع عن المستوى الداخلي كذلك فالآن بعد أن طوينا صفحة هذه المؤانات وهذا الانتظار فبقي لنا الرحمة ترحم على روح هذا الصغير وترحم عليه بشدة لأنه ترك لنا رسائل كذلك داخلية الآن على السلطات المحلية وعلى الجماعات الترابية أن لا تستهين بمثل هذه الأمور التي تهدد سلامة وأمن أطفالنا الحفر البلوئات المطبات كل شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يدخل في إطار تدبير حكيم تدبير عقلاني تدبير يراعي مصطحة المواطنين أولا وآخرا المسألة الثانية هو أن الشعب المغربي أثبت بأنه شعب يسمو في المحن شعب يسمو حينما تكون العزمات وبالتالي هي دعوة صريحة إلى صناع القرى السياسي في بلادي أن يضعوا يدهم في يد الشعب هذا الشعب الذي يساهل حكمه هذا الشعب الذي لا يتجه إلى خلق سراءات طبقية سياسية مجانية هو شعب مسالم شعب يطلب الحد الأدنى من العيش وبالتالي هي رسالة إلى صناع القرى السياسي في بلادي الرسالة الثالثة وكما تفضلتم بالحديث إلى المداخلة التي سبقتني هو الاستغلال المقيت للصحافة الصفراء والصحافة الغير الموضوعية للأزمات والمتجرة في بؤس الناس والمتجرة في الأزمات لقد أعطتنا هذه الواقعة واقعة الطفل رايان يعني أعطتنا بعض النقائص التي تحوم حول النقل الصحافي أو العمل الصحافي النزيح يعني ليس كل من يحمل هاتفا نقالا وإسفنجا يعتبر نفسه صحافيا وينقل الأخبار المزيفة التي قد تكون لها وقائع نفسية على الشعب بأكمله خصوصا وأن قضية رايان أنستنا كل الأمور اليومية لنا حتى الأمور المهنية أمور الحياة اليومية وأدخلتنا في دوامة الترقب والانتضاء التي تشعر بنا أنت وكل أهل المغرب نقدر هذه المشاعر هذه المشاعر يشارككم فيها الملايين حول العالم محمد هذه المشاعر من الحزن أذهب إلى أمون معنا من نيويورك يشاركنا هذا الاتصال ورحب بك وكيف تبعت هذه القصة منذ بدايتها إلى خبر خروج جثمان رايان ألو نعم أمون إن كنت تسمعني هل تبعت هذه القصة منذ بدايتها إلى خبر خروج جثمان الطفل رايان وما الذي كنت أشعر به نعم أخي أولا أعزي قسرة الطفل رايان وأعزي الإنسانية جمعا وأقول لك يا أخي إن لدي أصدقاء أسرى أمريكية كانوا يطلون معي من أجل رايان لذلك قلت أعزي الإنسانية جمعا لدي بعض الملاحظات تفضل بالنسبة لفرق الإنقاذ دائما عندما تقوم بعمل الإنقاذ شخص ما أو مجموعة من الناس تنقذهم من الموت تستعين أولا باللجنة الطبية وتستشيرهم إلى أي مدى ممكن أن يعيش الطفل رايان بعد أن تأخذ المشورة منهم وهم أنفسهم الأطبة يستعينوا بصوابق ربية ومن خلال خبرتهم وتجاربهم ودراستهم مثلا إذا أعطوك ثلاثة أيام يفترض أن تعمل على حساب يومين أن تضع ليس خطة وحدة أن تعمل نفق لا تعمل على خطة وحدة تعمل على أدة خطط لإخراج ريام من البيئة الحديث عن أن الأرض هشة ورملية يجب أن تضع في بالك وأن تبذل كل ما في مساعد من أجل إنقاذ ريام في فترة وجيدة على أساس أنه تنقذ ريام ولو هناك تهدم جزء للبير من الممكن إنقاذه بإحتياطيات معينة فأنا لا أعتقد أنا لست في قبيل ولكن لا أعتقد إن هناك طفل محشور في بيق ومرتضم به وظلام وفاقدا لوالديه أن يعيش لمدة خمسة أيام من ناحية لا أعتقد ذلك وأفتكر أنه كثير من الأطباء يسمعوني الآن يتفقون معي في ذلك أنا كل ما أريد أن أقوله قناة الجزيرة من المعروف إنها سباقة في كثير من الأعمال الإنسانية أنا أطلب منهم أن يقوموا ببادرة لوقاية أطفالنا من كثير من الحرائق هل تعلم أنه هناك أطفال يغرقون في البالوعات اللي يحبو طفل يحبو يقع في في بالوع تكون ربع متر في ربع متر يقع فيها ويغرق فكل الذي أريد أن أقوله أرجو من قناة الجزيرة أن تتبنى هذا الموضوع لأطفالنا والأطفال دائما وأبدا هم أحباب الله وأنا لسه لدي شيء أطيفه شكرا لك سيد أمون كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك وأذهب إلى محمد من فرنسا محمد يعني الجالية المغربية الموجودة بفرنسا كبيرة وضخمة كيف كانت تتابع هذا الخبر وكيف كان عليها وقع وفاة أو الإعلان عن وفاة ريان السلام عليكم عليكم السلام أوكي أوكي هل سمعت سؤالي محمد أسألك يعني الجالية المغربية في فرنسا كبيرة جدا كيف كان وقع هذا الخبر المؤلم عليها أولا المتصل محمد فاضل أنا طبيب مريتاني مقيم في فرنسا الآن لكننا جميعا في هذه الظروف نحن مغاربة نحن من مدينة شبشاون ولذلك طب عادي جدا إن قلت بأنني أنت من الجالية المغربية وهذا شرف لي سيدي الكريم في البداية لابد أن نذكر بقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين بعد عدو الله يشتنى الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليها رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سيدي الكريم هذه اللحظات عشناها طبعا أنا طبيب نفسي ويعني لك أن تتخيل عندما يشعر الطبيب النفسي بالضغط وبصعوبة كبيرة جدا في كيفية تسهير أحاسيسه ومشاعره محمد يعني أعذرني على مقاطعتك ولكني أريد أن أستغل فرصة هذه المداخلة وأنك طبيب لأطرح عليك بعض الأسئلة المرتبطة بكواليس ربما كواليس وفاة ريان كطبيب ما الذي كان متوقعا طفل خمسة أعوام يقع في حفرة امتدادها يصل إلى ثلاثين متر تحت الأرض ما الذي كان متوقعا إلى أي مدى كان يتوقع أن يظل على قيد الحياة هذا السؤال المنطقي أتفهم منك أن تطحه لكن أخي الكريم هنا توجد بعض من الوضعيات وبعض نظروف التي يصعب أن نعطي عليها إجابات دقيقة لعدة عوام الموضوعية أولا لأننا لم نكن بعين المكان لأننا لا نعرف طبيعة البئر الذي يوجد به الطفل من حيث التهوية من حيث الظروف التي يمكن أن تحيط حالة الصحية ولكن طبعا الأمانة هذه النتيجة ربما تكون متوقعة علميا لأن طفل صغير ببنية جسمية ضعيفة يوجد في وضعية هكذا بعيدا عن الغذاء أكسجين حتى وإن كانت هناك عبوات من الأكسجين تم إنزالها لمحاولة تخفيف الضغط عليه ولكن هذه تظل كلها محاولات محاولات يمكن بحدود محجزة إلهية أن تعطي نتيجة ولكن من ناحية موضوعية هذا الأمر كان صعب جدا على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الطبي أيضا نظرا كما قلت للحالة التي كان يوجد بها الطفل لا كنت تتوقع هذا محمد لا يمكن أن نتوقع لأن عادة لا أميل إلى الخيار السلبي أو إلى اليأس ولكن دائما في الحياة علينا أن نضع جميع الخيارات وعلينا أيضا أن ننطلق من ما هو موجود من الوقايع طبعا أنا في هذا الخضم أريد أن أشير بمهنية الطواقم الذين عملوا بظروف صعبة جدا ليس على الصعيد الجسدي أو على الصعيد التقني فقط ولكن على الصعيد النفسي سيد الكريم ليس من السهل أن تعمل تحت ضغط أمة بأكملها الكل ينتظر أخبار الكل ينتقد الكل يحاول أن يفدي رأيه حتى ولو كان من خارج حيز الاختصاص ولكن الفرق لم تمل ولم تكل وعملت في صمت وعملت بجد ومذابرة وهذا أمر يجب أن نحييه وأظن بأن هذه المحنة أنا دائما أقول بأن المحنة أو تقولها الوقايع دائما ما تتضمن منحة وهناك عدة منح يمكن أن نستخلصها من حالثة هذا الملاك ريان الذي وجعنا جميعا بهذه الواقعة بخبر وفاته أولا منها هذه الانتعاش التي حجز على مستوى مشاعر الأخوة وأواصر المحبة بين مختلف أبناء الشعوب العربية وأبناء أمتنا الحبيبة أخي الكريم هذه حالة لم نشهدها لم نشهدها ولو يعني في مناسبات كانت كان من المفروض أن تكون على يمكن أن تؤدي بالنتيجة إلى نفس هذا التفاعل على صعيد الحاسيس وعلى صعيد الترابط وعلى صعيد المحبة المتبادلة ولكننا وجدناها في هذه الواقعة إذن رأينا الشعوب العربية وضعت الخلافات السياسية تجاوزت الحدود من التقارب بين الشعوب العربية كانت كبيرة كما وضحت وصلت فكرتك محمد من فرنسا شكرا على هذه المداخلة على هذا التوضيح الطبي للحالة أذهب إلى محمد سعدي من المغرب محمد عزاؤنا لكل أهل المغرب ولكل من جلس ينتظر خروج الطفر ريان خلال الأيام الماضية محمد كيف اتبعت الخبر في اللحظات الأخيرة لخروج جثمان ريان نعم سيدي عزاؤنا واحد في هذا المصاب الجلل وبالمناسبة أشكر قناة الجزيرة على التغطية الإعلامية أولا بأول على المباشر تابعنا هذه الحادثة منذ الوهلة الأولى نعم وأيدينا كانت على قلوبنا ونتمنى أن يخرج ريان ويعود إلينا ليحكي لنا هذه القصة وهذه المعاناة في هذا البئر ولكن قدر الله وما شاء فعل ما الرسالة التي توجه لوالدي ريان الرسالة التي أوجه إلى الوالدين أقول بأن ريان هو رسالة من الله إلى الأمة ريان كان له الأثر الكبير في جمع الأمة في جمع الأمة على الكلمة الواحدة وأملنا أن تتوحد هذه الكلمة وتصل إلى الحكام لنصبح على قلب رجل واحد أذهب الآن من المغرب إلى الخرطوم ومعنى الطفلة رحيق رحيق ما الذي تبعته خلال الأيام الماضية عن ريان يا رحيق فقدان إنه سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم عليك السلام رحيق كيف تبعت هذا الخبر وما الذي شعرت به بعد خروج ريان توفاه الله أول حاجة أود أقول أنه إن الله وإن الله يراجعون وفعلا أنه فرحنا بخروجه ولكن حزننا بوفاته الخبر يعني أنه تشوقنا أنه يطلع ريان ويطلع سالم وقانم لأهلي ولفرحة ولكن ولكن يعني حزننا أنه طلع بخبر وفاته وهذه إرادة ربنا ربنا إن شاء الله ربنا يرحم وود أقول لجميع الأطفال وجميع في سنه والأصغر أنه يسمعوا كلام ولدي 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 ولديهم ويسمعوا الكلام وأنه يعني إن شاء الله يعني يحفظ جميع أبناء للعالم العربي وجميع في كل العالم العربي يا رحيق يعني هناك صلاة أخرى يا رحيق وأيضا من أطفال آخرين هل لديك رسالة لأبوي أود كل الحزن والحزن وربنا ينزمهم الصبر بإذن الله وإن شاء الله ريان في الجنة بإذن الله في الجنة بإذن الله وإن شاء الله ربنا يجعله شفيعا لولديه بإذن الله بإذن الله يا رحيق رحيق أذهب إلى أيضا طفل آخر يوسف من فلسطين يوسف يعني كيف تشعر الآن بعد هذا الخبر بعد أن كنت تنتظر خروج ريان حيا السلام عليكم عليكم السلام مدعي الله يصبر أهله يعني تنعلن الخبر صادم جانا يعني وعي خبرين أول شي إخراجه بعدها مدعي الله يرحمه الله يصبر أهله يعني بس يعني مدعي أي شي بإرادة الله ومشيئته إن شاء الله خير وفي عبرة وموعظة الله يصبر أهله كان الله مع الصادرين يعني والله يحب أهله للولد تحمل مصعب من تحمل ممكن يمتشنو والله يصبر أهله يعني يوسف ما الذي مثله لك ريان خلال الأيام الماضية والله مثلي إنه إنه أي موكل في صدر في محاولة ما في يأس دلمرة طاقة من العمل كل الشكر والتقدير ما يأس بالمرة الوعد ما لازم يأس مول فرصة لازم يضم يحاول يقول يا يا بقضاء الله قدر يعني ما نقدر نشكل الحمد لله على كل حال نعم شكرا لك يوسف أذهب إلى محمد يحدثني من المغرب محمد هذا الخبر الحزين الذي انتهت به هذه القصة كيف كان وقعه عليكم ألو محمد من المغرب محمد أنا كنت قريب في المنطقة يعني اللي وقعت فيها هذه الفاجعة هذه وتبعد ذك شي لحظة بلحظة صراحة يعني علميا أو من المتوقع يعني خبر الوافاة لأن باش نكونوا واقعيين صعيب 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 باش طفل عنده خمس سنوات وتحت الأرض 32 متر يعني في العمق وذي المنطقة يعني كتتعرف بحد يعني فيها الجو بارد يعني وحد البرودة يعني صعيب باش الطفل أن يستطع يقاوم المدة دي الخمس سيان فحنا كنا كان نتمنى أن المحاولة الإنقاذ ديانه في الوقت الأول اللي ذالوا الكاميرا وهو طفل التحش وشاف على أن باقي في قيد الحياة والمحاولة دي الشاب اللي كان بغير يدخل يعني كان يقدر رايان يكون في هذه اللحظة حي ولكن للأسف يعني للأسف رايان توفى وكان يعني خبر صادم يعني العالم بأسره مشغل المغاربة قاعد يتبعوه وبهذه المناسبة نريد نشكر العرب بصفة عامة اللي يعني يدعمون المغرية من إخواتنا مثل جزائر ميصر تونس عراق الإمارات بدون ستيتناء العرب الصراحة يعني هذا الواقع اللي وقعات الرايان يعني يعني تكون بحل ما نقولوش عبرة ولكن تكون ياخذوها الناس أخرين باش يحتاطوا لأن كنعرفو هنا الآبار يعني اللي مهجورة كان يكتار يعني ياخذوا الحيطة والحاضر للأطفال الصغار نعم محمد من المغرب أذهب إلى سماح من بلجيكا سماح كيف كان وقع هذا الخبر الأليم عليك بالتأكيد تابعت خلال الأيام الماضية هذه القصة في انتظار خروج رايان كنت عيتان السلام عليكم إن الله وإن الله رجعون أنا بتقدم بتعزيل حارة لأهل رايان والأهل المغرب جميع أنا أم تابعت خلال ثلاثة أيام أنا باتزع الدموع يعم بتخوني يمي أحكي أنا طبعت خلال ثلاثة أيام بس مباشرة ما قدر نعم تخيل أحد من أطفال مكانه وقت اللي سمعت أو وقت اللي شفت أني طالعوا ريان من البقر سجد 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 فرح لرب العالمين لكن للأسف الفرحة ما كتبت رب يرحمه أنا أنا ما بعرف لأش اتصرت أو يمكن بس نقول لأهلهم الله يصبركم قلبي معكم هذا هو الدفع الإنساني الطبيعي أخت سماح من بلجيكا اتصالك ومحاولة إيصال الصوت والتعازي إلى أهله هذا دفع تعازي الحار لأهله ولكل أهل المغرب ولكل الشعب العربي كل الشعب العربي كان منتظر بس الفرحة أن يطلع ريان بالسلامة ويطلع حي يرزق قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله يا رب هو هذا بين إيدان أرحم الراحمين هو أحن عليه من أهله ومننا ومن أي حدا يا رب على بتمنى أني الطفل فوازق طيساني هو مخطوف حاليا بدرعة بتمنى يرجع لأهله حي يرزق بتمنى ما يعيشوا المأساة اللي هلأ عايشين أهل ريان نتمنى السلامة لك وشكرا لكم للتغطية وشكرا للتغطية المباشرة اللي كنتم عاملين للقناة الجزيرة أشكرك سماح على هذه المداخلة المليئة بالمشاعر وتمنياتنا أن يعود من خطف بالسلامة لأهله نذهب إلى خالد من الجزائر خالد يعني بالطبع تبعت كما تبعنا أو كما تبعنا جميعا هذه اللحظات منذ سقوط ريان في البئر إلى خروج جثمانة كيف تبعت أنت هذه اللحظات واللحظات الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكو قناة الجزيرة على هذه التغطية المباشرة لولا هذه القناة لما معرفنا الأخبار الصحيحة لأنه هنا في الجزيرة وأنا كمثال هذه مدة قبل تكونوا تديروا في المباشر كنا من موقع الموقع لنشوف ونحوس الأخبار تعتبر ابن المسلمين كامل لنشوفوا أخباره وين لحقوا وين يعني وين حقت الأشغال ولكن للأسف يعني تصدمنا بالخبر هذا تصدمنا بالخبر هذا بعد ما فرحنا وأنا كنت مع العيل هنا في لحظة الخروج حكمتنا فرحة وكأن ابني لأن أنا كأب حسيت حسيت بعد ذاك الإحساس وكأن ابني خرجوا فرحنا ويعني بمجرد أني غادرت غادرت مكاني في الجلوس وعاود ترجع لقيت عاجل أنه توفى حكمتني صدمة كبيرة وصدمة كبيرة يعني ما الكلمات أو الرسالة التي تود أن توجهها لوالديه يعني من ناحية هذا الحدث تين أمورات بزيزة فرحة نستخلص دروس نستخلص دروس من هذه الوفاة من ابن رايان وقبل كل شيء يعني أريد أن أعزي نفسي وأعزي عائلة رايان والشعب المغربي الشقيق والأمة الإسلامية جمعاء بهذه الوفاة وكما ذكرت أنه هذا الحدث أعطانا دروس ووفاة رايان أعطتنا دروس يعني نقدر نقول لك هنا تجلت الأبوة وقيمة الأبناء هنا تجلت الأخوة الشعب الشعوب العربية كلها وأنا كجزائري هنا يعني حسين بخوتنا المغاربة وحسين لأنه قبل ثلاث سنوات نفس الحادثة حرات هنا في الجزائر ويعني نفس نفس الهبة الشعبية نفس المعاناة لهذا حسين بالشعب المغربي وتاني حاجة أحبت نعرج على موضوع شفت الصفحات المغاربية أنهم تفاجئوا بالهبة الجزائريين وتضامنهم بالمغاربية نعم بالفعل كانت حالة من التضامن القوي على منصات التواصل الاجتماعي والصفحات شكرا لك خالد من الجزائر وأذهب إلى منير من سويسرا سيد منير كيف تبعت هذه الحادثة وهذه القصة منذ بدايتها إلى نهايتها المؤلمة السلام عليكم للإنقاذ دول عندها خبرة كبيرة يعني كل المحللين الذين تحدثوا سيد منير خلال المتابعة الصحفية لما يجري هناك قالوا أن هذه هي أفضل السيناريوهات التي تمت لإخراج ريان لا اسمح لي هل لاحظنا خبراء أجنبيون عندهم أفكار أفكار يعني كان من قنوات أجنبية هذه كانت مدخلات من قنوات أجنبية لا لا يا أخي أنا لست متفق يعني كانوا اليوم يعني فاقروا الشيء لا يعطيها أنا أعرف المغرب جيدا أنا أعرف المغرب يعني الوقاية المدنية ما لدينا وقاية المدنية قولوا يعني تستجيب للمتطلبات الماضي ما كيناش هذا كذب يعني أنا شفت شفت العلقات شفت بعيني أنا في سويترا يعني خيالي يعني الناس في نوصله يعني أخي أنا هذه الحال يعني الناس يدعو 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 لله يعني ولا أحد ولا أحد يعطي اقتراحات ولا أريد فكرة الفكرة لإنقاذ الفكرة أي واحد يعطي فكرة ممكن استنجو فكرة ممكن مثلا أنا أقول لماذا يعني التراب الذي كان فوق ريان لماذا لم يستعمل يعني أسبيغاتور يعني مكنسة كهربائية ليصم التراب الذي فوق ريان لكي يعني يخلو المجال يعني في ممكن يتحرك إن هذا حرام يعني لم يعملوا شي حاجي أطال أكسجين أنا يعني يعني فاقر الشيء لا يعطيه وصلت فكرتك سيد مكنش على المغرب كان علي يجيب خباراء على أجنبين وصلت فكرتك وملاحظتك سيد مونير من سويسرا نذهب الآن إلى رماح من الدوحة سيد رماح كيف تبعت هذه القصة منذ بدايتها إلى النهاية المؤلمة السلام عليكم عليكم السلام سيد رماح من الدوحة كيف تبعت أو كيف كان وقع هذه القصة بنهايتها عليك والله واقع مؤلم جدا جدا ويعني نتمنى نحن نريد ولكني فعل الله ما يشاء وحقيقة حزت في قلب كل أب وأم في العالم العربي أجمع وذكرتني أنا عندي ابن عمي في نفس عمره اسم ريان توفى رحمة الله عليه كانت حاجة حارشة جدا جدا وتابع العالم العربي أجمع العالم عامة ونعزي أسرة الفغيد ريان يا له الله شفيعا لوالديهم ونعزي الشعب المغرب عامة والأمة العربية وصلت كلماتك وعزاؤك رماح من الدوحة إذن مشاهدين ما زالت الخطوط مفتوحة لاستقبال اتصالاتكم والتغطية من الجزيرة مباشرة ما زالت مستمرة لتبعات نهاية هذه القصة بإخراج ريان والذي خرج فاقدا الحياة وسنستمر لمعرفة أخر التطورات وكواليس إخراجه من هذه الحفرة وسيكون معكم الزمير محمد رماش بعد قليل استكمال هذه التغطية محمد رماش محمد رماش محمد رماش محمد رماش شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المتواصلة لخبر وفاة الطفل ريان بعد نحو خمسة ايام على سقوطه في بئر قرب مدينة شفشاون المغربية حيث قال الدوان الملكي المغربي ان الملك محمد السادس قدم العزاء لوالدي الطفل كما اعرب رئيس الحكومة المغربية عبر فيسبوك عن شعوره بالحزن والاسى لخبر الوفاة نذكركم مشاهدين اننا نستقبل مكالماتكم عبر الارقام الظاهرة على الشاشة كما نتابع معكم اخر التطورات بهذا الشأن وللأسف اذا بعد متابعة طويلة وبعد هذه التغطية كنا قد نشرنا خبر خروج ريان من هذه الحفرة بعد صموده لأيام طويلة ثم بعدها صدور هذا الخبر بشكل رسمي من السلطات المغربية بخصوص وفاة ريان بعد أيام طويلة من الصمود في هذه الحفرة صد معارمة طبعا للمغاربة وغير المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أمل طويل امتد لأيام طويلة وانتظار طويل لعودة ريان وأخبار متواترة مختلفة متناقضة في الكثير من المرات هذه المهمة مهمة الإنقاذ التي كانت صعبة ونقلنا معكم رفقتكم في هذه التغطية الخاصة نقلنا معكم طبيعة الصعوبات التي تعرضت لها فرق الإنقاذ والجهودات كذلك التي قدمتها فرق الإنقاذ والكثير من التفاصيل التي حصلنا عليها من هناك هذه العملية إذن المعقدة التي انطلقت في محيط تمروت شمال المغرب في إقليم شفشاون هذه المنطقة الجبلية التي تمتاز بهذه التربة الصعبة جدا المتحركة وبالتالي كانت فرق الإنقاذ تتخوف من حدوث انهيار في أي لحظة على ريان وكانت هناك جهود دقيقة جدا وحثيثة امتدت لأيام طويلة تمكنت من خلالها فرق الإنقاذ من الوصول إلى ريان والوصول إليه لكن للأسف كان الأوان قد فات وكان قدر ريان أن يجمع الجميل حول هذه الحفرة وأن يتركنا من هذه الحفرة وريان الآن تحول إلى رمز الحقيقة للصمود دون ربما أن يدرك ذلك وهو عند العلي القدير نسأل الله أن يرزق والديه وكذلك كل من تبع هذه القصة وهذا الصمود قصة الصمود البطولية لريان أن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان إذن مشاهدين الكرام ستكون هذه التغطية الخاصة رفقتكم لمتابعة طبعا تفاعلكم مع هذه النتائج للأسف المأساوية لحادثة سقوط ريان في هذه الحفرة وبعد أيام طويلة من الصمود معي من المغرب تنضم إلي السيدة فرح أشباب النشطة الإنسانية أهلا بك فرح ومرحبا بك الحقيقة لا أعرف بأي سؤال سأبدأ هذه التغطية معك لكن فرح أعتقد بأن لديك بعض التعليقات بخصوص النتيجة المأساوية خصوصا هذه الصدمة القاسية صراحة بعد الخبر الذي سمعناه جميعا وابتهجنا إليه وصراحة فرح كنت أنتظر أن يأتي دوري في هذه التغطية وأنا أتحدث عن صمود ريان وعودته حيا سالما لكن للأسف نحن الآن أمام هذا الخبر وفاة ريان تفضلي فرح السلام عليكم محمد شكرا جزيلا أولا أشكرك جزيلا شكرا على تغطيتك الاحترافية وعلى رقيك في تعامل مع هذه القضية شكرا لكل الصحفيين والصحفي الأحرار الذين حاولوا أن يكونوا موضوعيين لتغطية هذه المأساة صراحة موت ريان ذعانا ثكالة زميعا بدون استثناء موت ريان كانت صدمة كبيرة كنا نمني نفسه بخروجه من البئر معافا سالما وعودته إلى والديه لكن قد قدر الله ما شاء فعل كانت صراحة أياما عصيبة جدا على الجميع دون استثناء رأينا الكثير من الأشياء الجميلة سواء في المغرب أو الوطن العربي تلاحم الأمة الجسد الواحد نعم فرح رأيت اليوم تعليقا رأيت اليوم تعليقا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل قليل أحدهم قال كتب ريان أدى مهمته ثم رحل وكأن صراحة مهمة هذا الطفل رغم براءته وعدم إدراكه ربما لما يحصل خارج شفشاون إلا أنه جمعنا جميعا حول هذه الحفرة ثم تركنا ولأدري إذا كنت تقولين بأنك تبعت تغطية على الجزيرة مباشرة رأيت كم الاتصالات التي وصلت من كل حد وصوب بخصوص ريان حول ريان ثم يتركنا ويذهب في ربما يكون قد أتم مهمته وهو في الخامسة من عمره ألا تتفقين معي في ذلك بالطبع أنا أؤمن بأن أي شخص في الحياة لديه رسالة لديه مهمة يجب أن يؤديها ويذهب سبحان الله ريان رغم سمري في الناس على ما لم يستطع أو ما عاجز رؤساء الدول العربية والجامعة العربية وكل عن سهله يعني مؤتمرات خسرت ضرفت عليها الملايين لم تستطع أن توحد الشعوب العربية كما فعل ريان هذه اللحنة هذا التضامن هذا التآذر ريان كان الوسم الأكثر انتشار في العالم العربي لمدة أيام ريان فعل الكثير وفعلها منا كما قلت جسدا واحدا الحمد لله هذه كانت رسالته وهذا ما يعزينا قليلا لأنه فعل الكثير رغم صغر سنه بطل لم يعرف أنه بطل لكنه قام بالكثير الحمد لله فرح أريد أن أسألك حول المنطقة أعلم بأنك نشطة إنسانية تتحركين في الكثير من المناطق في المغرب تشاركين في الكثير من العمليات الإنسانية حفراء الآبار تشييد مدارس وربما أنت مدرك لما يحدث في محيط شفشاون في شمال المغرب هذه المنطقة ما نسميه في المغرب سفع مجبال هذه المنطقة المنطقة نائية صراحة وربما هذا كذلك يعتبر من الدروس التي قدمها لنا ريان دون أن يدرك ربما وهي أن ننتبه لهذه المناطق أنت هل سبق لك أن زورت هذه المنطقة أو على الأقل ما يشبه هذه المنطقة مثلا في شمال المغرب في الريف في منطقة الريف في منطقة شفشاون أو في هذا المحيط هل هناك من وسائل لتطوير ربما هذه المناطق استدراكا لبعض الأخطاء ربما حماية للطفولة في المستقبل نعم بالطبع أنا أصولي ريفية جبلية من تلك المنطقة وأعرف جيدا تلك المنطقة بحكم أنني دلتها في كثير من المرات طرح منطقة غنية جدا لطبيعتها وكل شيء لكن تفتقر شيئا ما إلى التنمية إلى مشاريع المستدامة وخصوصا في سنوات الأخيرة موجة الجفاف أثرت كثيرا على هذه المنطقة ومناطق أخرى في المغرب يعني الرسالة التي أود إيصالها إلى جن المناطق المغرب وليس في المغرب فقط بل الدول العربية كلها عندما يكون حفر بئر أو أي شيء من هذا القبيل يجب أن نحترم تدادير السلامة لأن هناك أطفال يمكن أن يكونوا ضحايا يعني يجب أن تهتم السلطات بهذا الجانب نعم فرح نعم فرح للأسف انقطع الخط معك أبقى في المغرب وأتمنى أن تعود معنا فرح للمزيد ربما من المعلومات بخصوص هذه المنطقة خصوصا وأنك من أصول كما قلت ريفية ومدركة لما يحدث هناك أبقى في المغرب مع الحبيب اليزيدي أهلا بك حبيب إذن استمعت لفرح الحقيقة من الممكن أن نستخلص الدروس رغم هذا المصاب والحقيقة سواء خرج ريان من هذه الحفرة حيا أو ميتا رغم أن الكلمة الحقيقة قاسية رغم أنها هي النتيجة التي خرجنا بها لكن وكاننا صراحة لا نريد أن نعترف أو لا نصدق صراحة أن ريان قد تركنا لكن المهم كان من الممكن أن نستخلص الدروس سواء خرج حيا وحتى وهو ميت الآن ربما قد نستخلص بعض الدروس لكن أترك لك فرصة كذلك التعليق على كل هذه الأحداث كيف تبعتها كيف تفاعلت معها ما الذي تشعر به الآن ثم ربما تذهب فيما كانت تقول فرح حول الدروس التي من الممكن أن نستخلص أولا أستهل حديثي بالآية القرآن ما أصد من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله إلا بالقلبه والله في كل شيء نعلم يعني فرولي الأزمات على الإنسان يا جماعة دائما ما تخلصنا منها جمعة من الدروس بالعبار لن ألوم من ترك ذلك البئر الذي جعل منه هذا الحديث لكن كل ما ألومه فقط هو من يقول أن الطفل ريان ذهب ذهب من دون يعني فقط لأنه ذهب ذهب بريئا الحقيقة نعم أسمعك الحبيب ذهب بريئا ذهب بريئا لكن لكن كل ما نقول أن الحمد لله رب العالمين الذي أحفى كل شيء عدده نجعله كل شيء نعم هذا رحم الله ريان سلحت به الدنيا حين زينها لحتى أن كل طريح عندما سامعنا بخروج ريان من الحق من البيئة ولكن استقبلته الأرض بالبشرى من الرحمة يعني استقبلته استقبلته برحب أنه يذهب إلى عالم أفضل من هذا نسأل الله أن يجعل قبره نزل ففي حمينا الجنة و ما عسى أن نقول أن نشكر أسود الأطلس نسميهم أنا أسود الأطلس كل من تدخل في تلك الروح التي وحدث العالم وحدث الشعوب نعم في الحبيب اليزيدي ريان أظهر كذلك في الكثير من المغاربة ربما أفضل ما فيهم يعني نستحضر الكثير من المشاهد صراحة البطولية كما قلت الحبيب لفرق الإنقاذ هذا مثلا الرجل الشخص المغربي الذي لم يكن معروفا وتحول إلى أهم شخص يحفر في اتجاه ريان أقصد بذلك من يسميها المغاربة الآن العم علي كل البطن كل البطن في اختصاصه كل البطن في اختصاصه شواء الصحافة شواء الجانب ومن يحفرون الآبار كل البطن في اختصاصه فقط يجب تأكد أكمل مجر وتطبيقنا من الله أكيد شكرا لك شكرا لك الحبيب اليزيدي كنت معنا من المغرب أذهب بعيدا جدا من المغرب إلى الصين ورفقت ريتا وهي مغربية مقيمة في الصين أهلا بك ريتا تتابعين هذا من دعيني أسمي السين أقصى الأرض رغم أن العبارة جغرافية لا معنى لها لكن أنت بعيدة جدا لكن مرتبطة عبر هذه القصة ببلدك بقصة هذا الطفل الصغير كيف تابعت كل هذه كل قصة صمود ريان وكيف شعرت وأنت تسمعين بأن للأسف تنتهي بوفاته أول حزا أعزائنا واحد في صغير ريان لكان ملاك وجار الدنيا وطنع أحزائي جوينة وخواب ما مبقاش معنا ولكن أنتنا أحزائي جميلة جدا والله رحمه والسعلي والحزا اللي بغيت نقولي أن شكرا لذلك المغرب شكرا جدا أعطتنا واحد الإحساس للوطن وفتخ صحيح أن ريان ليس معنا دعبه ولكن هو فينا كان أفضل ولكن اللي أعطتنا وعطتنا ذلك الإحساس للإفتخار ووطنين المغربية كان شكر السلطات كامل وكان شكر اللي كانوا كنجاهدوا بس كنا كان سابعوا ليلة النهار وكانوا من أصحب الأيام كانوا لعطتنا وبغيتم شكر السلطات المغربية لأن لاحظت واحد الشيء هو أنه في تعامل مع كل شيء مع جميع الناس كانت تعامل طيب من قلب وهذا يعطي إحساس بالطمئنين والأمان لأن لأن بلادك سلطة والأمن يعطيك إحساس بالأمن هذا الشعور لا يوصف والله رحمه رعيان وإن شاء الله يكون ملائك من ملائكة الجنة ريتا كيف تبعتي هذه القصة من الصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التلفزيون وهل الحقيقة أنا أريد حتى أن أنقل ربما شعور المغاربة في الساعات الأخيرة هل كان لديك فعلا الأمل حول خروج ريان على قيد الحياة لأن هناك من كان يشك الحقيقة وأستحضر هنا مثلا تصريح للمسؤول عن خلية الإنقاذ الذي كان يتفادى القول بأن صحته جيد بأنه في حالة جيدة كان يقول أن الآمال كبيرة ربما كان هناك متابعة ربما كان هناك تخوف بخصوص حالته أنت من الصين عندما كنت تتابعين كان لديك فعلا أمل كان لديك يقين بأنه سيخرج على قيد الحياة أكيد كان عندي أمل لما كان عندي أمل لنكن سأكون مثلا في حالة يرتل من الحزن وممكن أنا كنت تصور ولكن بالنسبة للمسؤولين هم تسمى مشؤولين لا يمكن كل شي حالة تابعة وهم بديهم مشلز أكدين نعم هو ليس الخطيقة بخصوص كلام المسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر